طبعا احنا رح نتكلم ان شاء الله عن تاريخ بيت المقدس اول شي اعرفكم عن نفسي اخوكم الدكتور عبدالله معروف استاذ دراسات بيت المقدس مسؤول الاعلام والعلاقات العامة السابق في المسجد الاقصى المبارك رح نتكلم اليوم ان شاء الله عن تاريخ بيت المقدس طبعا اعمل حاليا استاذ مساعد في جامعة يرمد كوزمايز اسمها باللغة العربية اسطنبول 29 مايو في اسطنبول في تركيا واستاذ الدراسات بيت المقدس واستاذ مساعد في السيرة النبوية والتاريخ الاسلامي في جامعة 29 مايو في جامعة اسطنبول 29 مايو في مدينة اسطنبول في تركيا والحمد لله رب العالمين اليوم ان شاء الله اتجل رح نتكلم معا بإذن الله رب العالمين عن تاريخ بيت المقدس سنحاول نضبط هذا التاريخ الطويل العميق المعقد الصعب الطويل جدا والمليء بالغن جدا والمليء بكل شيء وبكل ما يعني يمكن أن تتخيله من أحداث سنحاول أن نضغط هذه الفترة الطويلة ستة آلاف سنة في ساعتين طبعا وهذا الأمر شبه يعني يعني هو معجز بيكون إذا تم بهذا الشكل لكن رح نحاول إن شاء الله بإذن الله رب العالمين طبعا يفترض أن ستكون عندكم مادة لا أعرف أن أرسلت لكم أم لا لكن هناك مادة موجودة يعني من أحب أن يقرأ مادة هذا الموضوع يعني كأني أرسلتها على ما أظن للإخوة في أكاديمية الدراسات اللاجئين قبل المحاضرة إن لم تكن قد أرسلت فأرجو تنبيه إخوانا في إدارة الأكاديمية وسأرسلها لكم إن شاء الله عز وجل حتى ترسل إلى الجميع بإذن الله رب العالمين ويستطيع الجميع قراءة المادة بالكامل لذلك أنا أريد إياك اليوم أن تركز معي تحديدا الآن نريد أن تركز معي حتى تشوف كيف صارت عريف بيت المقدس في هذه الفترة الطويلة وكيف صارت الأحداث في بيت المقدس خلال هذه الفترة الطويلة ولذلك علينا أن نسير معا بإذن الله رب العالمين في خلال هذه المادة بشكل جيد يعني بحال بحيط أن نجمع المادة بقدر الإمكان بإذن الله رب العالمين طيب أول ما نبدأ به هو أول تاريخ بيت المقدس تاريخ بيت المقدس طبعا أنا أرجمكم معجر أنا سأضطر إلى وقف الكاميرا لأنه يبدو لي أنه عندي الكاميرا بتعمل ضغط على الشبكة أكثر من اللازم فسأوقف الكاميرا من عندي وسأكمل صوتا والصورة في الشاشة البيضاء اللي أمامكم اللي ضارت عليها الصور بإذن الله رب العالمين فسأوقف الكاميرا طيب فالآن نتابع إن شاء الله عز وجل تاريخ بيت المقدس يبدأ فعليا قبل أن ينصل البشر أصلا إلى مدينة القدس البشر وصلوا إلى مدينة القدس قبل ستة آلاف سنة ولكن الأول بناء موجود وتاريخ المدينة نفسه القديم يبدأ منذ ما قبل ذلك بكثير منذ اللبنة الأولى التي وضعت لأول مبنى بشري في أرض مدينة القدس وهي منطقة المسجد الأقصى المبارك طبعا المسجد الأقصى المبارك على الأرجح بناه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وليس سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو غير للا هو على الأرجح سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وهناك أدلة كثيرة لسنا في معرفة الحديث عنها الآن لأننا هنا عاملين مصطرة تاريخية ضمن هذه المادة يعني نمشي فيها دون تركيز في الاستدلالات وغيره وإنما نريد أن يكون عندنا رواية متكاملة مترابطة لتاريخ بيت المقدس في هذه الفترة الطويلة منذ دخول البشر هو بناء أول مبنى بشري وهذا المبنى البشري كان بناء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام للمسجد الأقصى المبارك الذي هو طبعا المساحة كاملة يعني منطقة السور المنطقة المسورة بالكامل التي مساحتها 144 دنم هذه المساحة كلها هي مساحة المسجد الأقصى المبارك وبناء المسجد الأقصى كان قد تم على يد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل البشر أول مرة أول مجموعة بشرية وصلت إلى هذه البقعة هي الكنعانيون الكنعانيون العرب وهم عرب بمعنى ليست اللغة التي نعلكها اليوم لغة يعرب ابن القحطان اللغة العربية ولغة قريش طبعا لا ليست مثلها وإنما اللغة عربية قديمة فيها تعبيرات قريبة جدا للتعبيرات الحالية يعني مثلا كلمة عالي هي كلمة صهيون ما هو الجبل المعروف باسم جبل صهيون هذا الجبل سنضع لكم الآن إشارة عليه لون الخط أحمر حجم الخط كبير هذا هو لونه أحمر بحجم كبير للحالية هذا جبل صهيون أولا هيك صارة كبير كبير هذا هو جبل صهيون جبل صهيون صونية بهذا الاسم عند العرب لكن عانيتي لأنه كان جبل عاني فكلمة صهيون تعني المرتفع إخوانا أنا المايكروفون بعيد عني أصلا يعني مش قريب مني بكتور ويدا المايكروفون بعيد عني وليس قريبا وأنا يعني بتكلم من الإنترنت مرة ثانية الأخ بقول أحمد فواز بقول الصوت عند النوع من مش واضح أخوانا الصوت اللي صوته مش واضح الصوت مش واضح جدا عنده رجعنا نكتب لي رقم اثنين اللي الصوت واضح عنده رجعنا نكتب لي رقم واحد لو واحد ونص كده ما فيه في واحد ونص دي يعتمد على سرعة النت يعني هي اللي يبدو ليعتمد الموضوع على سرعة الإنترنت لكن آآ يعني آآ نعم أختنا كاميلة تقول أخفضوا الصوت من أعلى الشاشة اللي صوت السماعة الضرقاء يصبح الصوت ممتاز طيب الحمد لله آآ يعني نسلكنا إذن إن شاء الله أسجل آآ فجبل صهيون صمي صهيون باعتبار أنه هينش إنه مرتفع فكلمة صهيون من هنا جاءت كلمة صهوة الفرس مثلا صهوة الحصاب ركب صهوة الجوال صهوة لمعنى الارتفاع المرتفع فهكذا هي فهذه هي القضية التي ترتبط بها اللغة العربية الكنعانية بلغتنا الحالية الآن أول ما انشئ في مدينة القدس فعليا نشأت طبعا كل المسجد الأقصى ثم جاء الكنعانيون وبنوا هذه المدينة وهم من العرق العربي وهم سكنوا ما نعرفه اليوم باسم سلوان يعني هنا في هذه الصورة أين المسجد الأقصى الخط الذي سيظهر لكم الآن باللون الأزرق هذه المنطقة باللون الأزرق هذه المنطقة تقريبا فيها يقع المسجد الأقصى المبارك المنطقة التي ظهرت عندكم الأولي الأزرر هي منطقة المسجد الأقصى المبارك أما السلوان فهي التي في الأمام التي تظهر فيها الأبنية وهذه أول مدينة كانت مدينة القدس الأولى التي انشئت وكان أول اسم معرفة للمدينة اسم أورسلم أورسلم بمعنى مدينة السلام مدينة السلام نعم أنا رسمت خارج الخريطة لأنه المسجد الأقصى بس طرفه حقا هنا موجود فأنا رسمت برر الصورة كلها حتى نعرف بشكل عام المسجد أقصى بشكل عام فالآن أورسلم أول اسم أنشئ أو أوجد لمدينة القدس وهو نفسه اسم الذي يطلق اليوم من قبل بعض الناس أوروشالين أو جيروسالم أو يروشالايم كلها أصلا كلمة أورسلم أورسلم أول اسم لمدينة القدس وهذه أورسلم كانت هي المدينة الموجودة اليوم في منطقة السلوان وللعلم الحفيات السلوانية كشفتها بالكامل كشفتها لنا بالكامل وتقريبا بالكامل واليوم اليهود يسموها مدينة داود علما أنه ما إلا علاقة بسيدنا داود عليه الصلاة والسلام إلا أن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام قد سكن فيها واتخذها عاصمة لقودس اليهود يسموها مدينة داود سوزار تسأل هل هذا الاسم أقدم من اسم يابوس؟ ليس فقط أقدم من اسم يابوس هناك نقاش في التاريخ بأن اسم يابوس هل كان موجودا فعلا أم لا أنا شخصيا أميل إلى وجود الاسم نعم من اسم يابوس كان موجود ولكن هناك بعض الأراب تقول أنه الاسم يابوس غير موجود أو لم يرد لمدينة القدس والسبب في ذلك أنه لم يرد إطلاقا إلا عند التوراة عند نصر التوراة الذي ذكر كلمة اليابوسيين واسم مدينة يابوس باسم طبعا مدينة اليابوسيين هكذا فمن النهاية يعني ليست عندنا مشكلة سواء كان الاسم موجودا اسم يابوس أو غير موجود لكن أول اسم فعليا معرفة لمدينة القدس هو على الأرجح أور سلم وليس يابوس أور سلم طيب الآن سكن هذا العرب الأوائل وكانوا على الأرجح موحدين لأنهم عندما جاءوا لأرض المسجد الأقصى المبارك هذه المنطقة هنا أرض المسجد الأقصى المبارك كلها عندما جاءوا بليها لم يبنوا فيها أي بناء وإنما اعتبروها منطقة مقدسة اعتبروها منطقة مهمة جدا مقدسة وسموها موريا موريا هنا تعني المختار موريا اسمه يعني المختار وبالتالي اعتبرت هذه المنطقة مختارة من الله عز وجل ولذلك كانت منطقة مقدسة وأنا اعتمد على هذه المنطقة لتسمية هؤلاء الناس باعتبارهم باعتبارهم يوحدين ضقية الأحبات على هذه الأمور على هذه النطقة حتى بوعح سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاء وزار مدينة القدس وزار فلسطين طبعا لأنه هاجب إلى فلسطين صداقا لقول الله عز وجل ونجيناه أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويوقفا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فلذلك قضية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أنه زار هذه المنطقة بالتالي كانت المنطقة مرحدة به وهذا أكبر دليل كلمة ونجيناه تدل على أن المنطقة كان فيها نجاة وترحيب بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهكذا كانت القضية من الواضح أنها كانت مقبولة عند الناس هنا فمدى ما يدل على أنهم كانوا وحدين بعد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبعا جاء له ولدان ولد هول هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام والولد الثاني هو من؟ وإسحاق عليه الصلاة والسلام الولد الأول كان مكانه عند المسجد الأول وهو مسجد الحرام وضع إسماعيل عليه الصلاة والسلام عند المسجد الحرام وهو المسجد الأول المسجد الأكبر وهذا هو الولد الأول الأكبر والولد الثاني الأصغر وضع عنده أو كان عنده المسجد الثاني الأصغر المسجد الحرام المسجد الأقصى عفوا لأنه بني بعد المسجد الحرام الأربعين سنة فهكذا كانت قبل طب لماذا كان يجب أن يكون هناك ولد أول عند المسجد الحرام وولد الثاني عند المسجد الأقصى السبب هو أنه كان المضور بعد إدراهيم عليه الصلاة والسلام في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل قال إني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين فالذرية انتقلت إليها النبوة إن الله اصطقى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران عن العالم ذرية بعضها من بعض آل إمران فقط أربع إظرياءهم إمران وزوجته وأختها وزكريا عليه الصلاة والسلام وأdadلهم إلهم يحيى ومريم وعيسى عليه الصلاة والسلام جميعا فبالتالي هؤلاء جميعا كلهم كانوا أمرهم كان أنهم مختارون ولكن من من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكwell الإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا من أحفادهم ومن ذريته عليه الصلاة والسلام المهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش في مكة يعني القضية هناك ستريد زمنا طويل الزمن الثاني اللي هو سيدنا إسعاد عليه الصلاة والسلام وقد عاش في هذه المنطقة عاش في منطقة فلسطين حتى طبعا في جنوب مدينة القدس ومن بعده كان سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كانت لها مبت نعشر والد كانت نعرف وسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام زار يعني انتقل إلى الجنوب أكثر وأكثر وأكثر حتى ابتعد عن الشعب الموجود هناك طبعا القدس مولودة في وسط فلسطين تقريبا في قلب فلسطين وفلسطين في قلب العالم وفلسطين كانت مرضقة كثير من الناس يدخلونها من هنا ومن هناك من كل العالم فلذلك كانت تنتقل مع التجارة والتنقلات والزيارات وكثرة الناس الذين انتقلون هنا وهناك كانت تنتقل أيضا من المعتقدات الخاطئة إلى أهل فلسطين ومع أن أهل القدس كانوا على التوحيد اتداءا لكنهم مع الزمن ابتعدوا عن التوحيد الآن سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام انتقل قليلا إلى جنوب الخليل بداية الصحراء وبعد فترة قصيرة حدثت حادثة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فانتقل إلى مصر ومن بعده جاء يعقوب والأبناء جميعا الأصباط كلهم انتقلوا إلى مصر هؤلاء الذين أصبح اسمهم بعد ذلك بني إسرائيل أبناه سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام والآن هذه النقطة والآن هذه النقطة يجب أن نسمها جيدة قضيتنا مع بني إسرائيل بني إسرائيل فعليا كانوا الموحدين في ذلك الوقت وكانت النبوة فيهم يعني كانوا هم الذين اختارهم الله عز وجل كانوا هم الذين اختارهم الله عز وجل لحمل هذه الراية راية الهداية للبشرية فهذه قضيتنا معهم يعني إحنا مش قضيتنا إنه والله بني إسرائيل لا لا عمرهم ما كانوا مختارين لا لا كانوا مختارين كانوا فعلا مختارين من الله عز وجل يقول الله تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين على الناس كلهم ولذلك هذه المسألة يجب أن تكون واضحة عندنا جميعا فأرجو أن نفهمها جكدا فالمسلمون جميعا متفقون على أن بني إسرائيل كانوا مختارين في زمن معين وهذا الزمن هو زمن التوحيد لكن شو مشكلتنا معهم إنه هذول الناس ابتعدوا عن دين الله عز وجل ضروا أن الاختيار هذا مرتبط بشخصهم ليس مرتبطا بطبيعة الدعوة يعني ليس مرتبطا بواجب ضروا أنه خلص مجرد اختيار وصلى الله مبارك يلا أنه إحنا حلوين ومشان طبعا هم مش حلوين لأنه إحنا علينا زرق وشعرنا أشقر واسناننا فرق طبعا لا عليناهم زرق طبعا شعرهم أشقر ولا اسنانهم فرق بسم الله الرحمن الرحيم والله إن شاء الله فالمبدأ المبدأ إنه هذول الناس ظنوا أن الاختيار هو اختيار شخصي فقط وليس مرتبطا بمهمة يعني هم لا عندهم شيء اسمه قانون الاستبدال نحن نحن استبدل الله استبدلنا الله بهم طبعا الباء دائما للمتروك لما يقال استبدل الباء للمتروك يعني نحن الذين كنا بدلا منهم فهم فهموا الرسالة خطأا ولذلك طغوا في الأرض وضغوا في الأرض وعصوا الله عز وجل مثل ما تفضلت نعم كما تقول اختمني بصحيح عصوا الله عز وجل فما الذي حدث استبدل الله بهم قوما غيرهم من هؤلاء القوم أمة محممة صلى الله عليه وسلم وهذا القانون سجله القرآن يقول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أنثى لكم فإذلك القرآن الكريم ما أعطانا أي قانون في القرآن إلا وأعطانا لكم دليلا وأعطانا له مثالا حيا المثال الحي على قضية الاستبدال كان من بني إسرائيل هذه القصة يجب أن نفهمها جيدا هذه النقطة يجب أن نفهمها كل آية جيدا الآن انتقل بني إسرائيل أبناء سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام والأصبار انتقلوا اللي هم الأصبار الاثنى عشر كلهم كانوا في مصر وسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كان في مصر ومات عليه الصلاة والسلام في مصر ومات سيدنا يوصف عليه الصلاة والسلام ولهذا أنا أقول يعقوب عليه الصلاة والسلام يقينا ليس مدهونا في فلسطين اللي مدهونا في الخليل في مدينة الخليل على اليقين هو سيدنا إبراهيون عليه الصلاة والسلام وأيضا سيدنا نسحاق عليه الصلاة والسلام هما سيدنا يعقوب فليس مدهونا هناك وأيضا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ليس مدهونا في فلسطين المدفن الموجود في نابلس باسم قبر يوسف ليس قبر يوسف عليه الصلاة والسلام الاثنان دفنا وين في مصر مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه نحن الأنبياء ندسل حيث نموت أما معلومة أن والله سيدنا موسى لما خرج من مصر حمل معه عظام جده لاحظوا كلمة عظام الأرض لا تأكل عجساد الأنبياء بس الرواية أشياء تقول حمل معه عظام أبيه يوسف وجده يوسف ويعقوب وحملوا بعد الرحلة سنوك في مصري فلسطين كلام ثالث هذا كلام التوراة والتوان محرقة ونحن لا نقبل هذا كلام الفارغ الأنبياء يدفنون حيث يموتون والأرض حرم عليها جسد الأنبياء لا تأكل عجساد الأنبياء ولا ينقل أحد النبي من مكان إلى مكان فالنبي يدفن حيث يموت هكذا هو قانون النبوة هذا القانون حدد أبو النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام توفي هناك وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فهناك عاش بمد إسرائيل في مصر في ذلك الوقت لما جاء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم تكن مصر محكومة من قبل المصريين في فراعين وإنما كانت محكومة من قبل الهيكسوس أنا كنت قديما أظن أن الهيكسوس هم قوم من غروب أو جماعة غروبيين حتى وجدت بعض الهيكسوس الموجودة تتحدث عن أسئول كلمة هكسوس في اللغة الهيروكيفية فوجدنا أن الكلمة هذه أصلها القوم القادمون من الشرق طلعين الهيكسوس على الأرجح هم أهل الشام كانوا قد احتلوا مصر في ذلك الوقت الشاميون ولذلك اعتبرهم المصريون قادمين من الخارج وهذا هو السر في سهولة التنقل بين مصر والشام في ذلك الوقت حسب ما يرويح حسب ما تبدو واضحة في الروايات الموجودة في القرآن الكريم بالنسبة للأسؤال أختنا رويضة العمالقة هذه كلمة العمالقة الآن سأتكلم عنها فالمهم أنه الهيكسوس هم أهل الشام كانوا يحكمون مصر ففي ذلك الوقت انتقل بني إسرائيل من فلسطين إلى مصر الشرق ليس شرق الجزيرة العربية شرقه مصر وهي الشام نوطقة شرق مصر هي الشام هي المنطقة الوحيدة المرتبطة معها بره وليس بحره فالمهم أنه بعد أن زال الهيكسوسي وقامت ثورة الأحمص التي أعادت الحكم بالمملكة الفرعونية والمملكة الفرعونية الآن عاد الحكم للأغلبية فنظرت الأغلبية المصرية إلى بني إسرائيل على أنهم من بقايا الهيكسوس من بقايا الاهتلال فاضطهد بني إسرائيل طيب فبدأ الاضطهاد في بني إسرائيل نأخذ فلاش ويأتي على بيت المقدس التي يسكلها من كان عادل العرب في ذلك الوقت في ذلك الوقت كان الأمر بعيدا جدا جدا عن عهد الأنبياء منذ زمن طويل توفي سيدنا إسحاق عليه الصلاة والسلام منذ زمن طويل خرج سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام من أرض فلسطين تقولولي الصوت في تدخين كيف يعني الصوت في تدخين إخواننا لا أفهمتها وهاي رح أخفف المايكروفون إلى بس خفضنا المايكروفون إلى بس المهم نكمل إن شاء الله عز وجل إذا أبو أحد عنده بي ملكوضة أطبق بس إخواننا ترديد الصوت أنا مستغربين مش لها درجة أنا مش قاعد في قاعة يعني يعني كلها مترين ونص تقريبا في أربع متر طيب خير إن شاء الله طيب نكمل إذن آه نعم واضح إنه الجميع عنده الصوت واضح الحمد لله الأغلب خلينا أقول مش لا صح الأغلب عنده الصوت واضح الحمد لله طيب الآن إذن نكمل نسيتون روايا كنا نعم آه آه فبالتالي نظر الآن الآن يطلق هذا بالنسبة لنخذ فلاش لمن؟ لمبتقة بيت المقدس لأول مرة في تاريخها تحتاج فتحاً إسلامياً فتحاً توحيدياً تعطواً توحيدياً يعني تحتاج أن يكون هناك موحدون يعيدون إليها التوحيد هنا تأتي دعوة موسى عليه الصلاة والسلام في مصر التي تبعت ليخرجاً من إسرائيل من مصر إلى فلسطين حتى يفتحوا تلك الأرض الآن هنا بيلينا بعض الروايات اللي بتقول طبعاً بأن القوم اللي موجودين في فلسطين كان اسمهم العنالقة أو العمالية ليس عندنا شيء في القرآن اسمه العنالقة ولا العنالقة هذه مجرد يعني روايات شعبية وروايات التواب تقول إنه واحد كانوا أضخار يعني ضخام جداً مش عارك إيش يحملوا الواحد يحطوه على كتابهم هذا غير صحيح ربما كانوا يسمون العنالقة لكنهم لم يكونوا عمالقة بالمعنى الشمشون الجبار وش عارك إيش ودينصراج لا 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 فرق القرآن يقول إن فيها قوماً جبارين عندما خرج أهل بني إسرائيل وهلك فرعون قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام يا الآن دورنا خرجنا خرجنا هذه المرحلة الأولى انتهت من الدعوة الآن الدعوة المرحلة الثانية يا بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ليه؟ لأنه محتاج فتح بينما الرد على أخونا عبد الحي الكعبة مش محتاج فتح كانوا مواحدين أصبح في ذلك الوقت وأيضا البشرية في ذلك الوقت كان ميدان الصراع فيها ميدان ما مش فالميدان صراع ميدان العمل الأساسي هو الأرض التي تمثل البشرية كلها وهي أرض بيت المقدس لأنها تمثل البشرية الأرض الكعبة فهي تمثل الكعبة تمثل العلاقة مع الله عز وجل الألوهية هذا الأمر يعني صعب أن أدخل فيه بالتفاصيل بسبب ضيق الوقت فهي تمثل فالمهم أنه كان يجب أن ينتقل إلى القدس ليفتح بيت المقدس ويعيد إليه التوحيد طلعوا بني إسرائيل كله أرضوا فنطلعنا من مصر عشان تروح القاتل لاش يحديدون هذا الكلام هذا المقبول إنها لم ندخلها أبدا ما دام فيها فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون فلذلك أوقف بالجيل حتى يتغير الجيل بعد أربعين سنة يتغير الجيل ويظهر جيل آخر جديد هذا الجيل يستحق أن يدخل إلى هذه الأرض فلما ظهر هذا الجيل دخل هذه الأرض بقيادة طانوت الذي أرسل لهم ملكا هنا أنا لا أعطب الوقت التواري اللي بتقولهم أنهم دخلوا أريحا بقيادة يوشع بن نون وذبحوا سكانها عن بخرة أبيهم ثم سكنوا فيها أربعمائة سنة وحتى دخلوا القدس إخواننا بين أريحا ومدينة القدس خمس وعشرين كيلو متر فقط خمس وعشرين كيلو متر خمس وعشرين كيلو متر مش ألف كيلو متر لا معقول خمس وعشرين كيلو متر تحتاج إلى أربعمائة سنة كلام فارغ هذا فبالتالي أنا أخي فاضل محمد العمالي في نسبة إلى ذرية عملية ابن الله وابن إرام بن إسلام هذا كله إسرائيليات أنا لا أكبر هذه الرواية فهذه من الإسرائيليات وليس لها أي دليل إطلاق وهي روايات شعبية المهم إنه عندي أنا الرواية هذه هنا يأتي سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ضمن جيش الملك طالوت الذي أرسله الله عز وجل لبن إسرائيل حتى يقاتلوا في سبيل الله ويفتحوا هذه البقعة فلما أرسل لهم طالوتهم ألي كان زعلوا شردوا كيف يهمهم وأنه له الملك علينا ونهم متسعة من الملك نعم عفوا الصوت ما فيه واحد بعتلي دعوة صوت ما أعرف دعوة فيديو مش عارف من وين فراح الصوت من عندي فالله مصطع طيب المهم يعني عدت الكاميرا أعطلوا المايكروفون أغلق المايكروفون الآن إذن لما اتقابل الجيشان جيش جانوت اللي هو الكنعان الكافر مع جيش طالوت المؤمن الموحد انتصر جيش طالوت المؤمن الموحد وآت الله الملك لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام فكان هو الذي دخل بنت المقدس وفتح مدينة الكدس وفتح المسجد الأقصى مبارك أول مرة في التاريخ لذلك إخواننا كيف نقول إحنا أول دعوا أول فتح في التاريخ لهذه الأرض كان فتح سيدنا داود عليه الصلاة والسلام فتح داود عليه الصلاة والسلام أي نبي وهذا الكلام كان له أثر عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عشان هيك عمر رضي الله عنه لما صلى في المسجد الأقصى لما فتح الكدس صلى في المسجد الأقصى مبارك أول ركعتين في الركعة الأولى قرأ سورة الإسراء وفي الركعة الثانية قرأ سورة صاد لماذا صار؟ لأنها قصة داود عليه الصلاة والسلام بل إن فيها سجدة عند أغلب العلماء هناك سجدة هي سجدة داود عليه الصلاة والسلام فهذه الإشارة كانت من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ترداد من؟ قصة سيدنا داود الفتح الأول كان فتح داود الفتح الثاني كان فتح عمر رضي الله عنه والفتح الثالث كان فتح صلاح الدين ونحن الآن في عهد الفتح الرابع من تاريخ البشرية لكن الفتح الثالث في تاريخ أمتنا إحنا الشخصية من العهد المريس فالآن ونحن في هذا العهد يعني هذا العهد كيف الآن نكون بعد ثلاث ملاب سنة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وبعد أربعمائة سنة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد ثمانمائة سنة بنقول صلاح الدين رضي الله رحمه الله وتقبله ورضي عنه أيضا نحن الآن بعد ثنوات طويلة إن شاء الله عز وجل سيقال الفتح الثالث في تاريخ أمتنا والفتح الرابع في التاريخ البشري يعني شوفوا إحنا كم يعني رب العالمين أكرمنا بأننا في هذا الزمان الطيب زمان الفتح معينه صعب يعني لكنه زمان فتح قريب قادم بإذن الله الرضي يعني وأرجو معدر من الأخاننا أنا لم أدخل في قضية العلوب الثانية من الأول لأن القضية لي فيها أردون آخر طيب حتى أحافظ على التركيب فالمهم فدخل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وبالتالي حكمت المدينة ماذا كان هذا الفتح يعني ماذا نسمي هذا الفتح فتح إيماني توحيدي واضح فتح إيماني توحيدي هذا رقم واحد رقم اثنين سيدنا داود عليه الصلاة والسلام بدخل مدينة القدس كان معه بني إسرائيل وهم أقلية طب والسكان وين موجود منهم السكان بقوا كما هون السكان بقوا كما هون طبعا هل يوجد أي أثر يعني موجود من عهد سيدنا داود عليه اسمه لا ليش ليش لأنه في حالات الفتح في العادة ليش دكتنا سيدنا السليمان عليه الصلاة والسلام وnorجدنا له أي أثر هذا هنا عاد المطفة الثانية سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام حكم بعد سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ورمم المسجد الأبسى منص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول عندما طرق سليمان من بناء بيت المقرس ليس بناء ابتداء، بناء تجديد هنا سأل الله خلالاً ثلاثاً إلى آخر لمبدأ أن هذا الحكم حكم سيدنا سليمان ع. صلى الله عليه وسلم حكم مستقر وهادئ جداً طيب لماذا لا نجد أثراً بسيدنا سليمان ع. صلى الله عليه وسلم أين الآثار سيدنا سليمان ودخلي الصرح برج من الزجاج حسب الآية في سورة النهاية يعملون له ما يشاء من محاربة وتمافيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات رافقة الأرض اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور هذه الآية بالدلم على أنه كان في أشياء ضخمة في عهد سيدنا سليمان لماذا لم نجدها في العالم بكل بساطة؟ لأن سيدنا سليمان ع. صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حسب النص الآية وحسب النص الحديث ماذا يقول؟ يقول وَهَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي النقطة السؤال مقروح يعني لا نريد أن نكمل الآية نكمل الجملة لا ينبغي لأحد من بعد أن أنه ماذا؟ يَتُرَى أَنْ يَمْتَلِكَهُمْ يَمْتَلِكَ مِثْلَهُمْ يَمْلِكَهُمْ يَرَاهُمْ يَرَى أَتَرَهُمْ يَصِلُ إِلَيْهُمْ فالإجابة فيها كانت مطلقة الدعوة من سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مطلقة خلاص والإجابة كانت مطلقة خلاص وكيف اختفى؟ كيف راح؟ مع الزمن انتهى اختفى تماماً بيسا نتحي أثنى بسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وبالتالي الدكتور عحمد نوفل له كلمة جميلة يقول التاريخ مختبر القرآن التاريخ مختبر القرآن إخواننا لم نجد أي أثر من سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا ما حدث لبعض الكتاب والعلماء والمؤرخين الغربيين خاصة منهم العلمانيين إلى أن يصل إلى نتيجة يقولون فيها إنه سليمان خرط ليس موجوداً مش مش صحيح وبعضهم يقول إنه والله سليمان يعني بنا الأقصى وجدده لكنه الهيكل وهيكل ومش هيكل ومش عارقه وبناه في نابلس وبعضهم بكلك لا والله ارموا بناكه على يمن بناه في يمن والثاني يقول لك لا يا عمي ارموا بناكه على سعودية بناه في الحجاز وبعضهم يقول لك لا والله هو بناه في تدمر يا الله ونزلته بناكه على سوريا فعلى أساس أنه سوريا نقصها إخواننا إخواننا لا يوجد شيء اسمه هيكل أصلاً ولا شيء اسمه معبد ولا شيء كلام فارغة سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم جدد بناء المسجد الأقصى فقط انتهت وحتى عند اليهود لا يوجد شيء اسمه أصلاً هيكل في لغتهم يسمونه بيت همكداش بيت المقدس كلمة هيكل جاءت من خلل في الترجمة فقط اوكس معقول نعم معقول هذا الكلام في لي حديث طويل ليس مجاله لا المهم أن دخل نستحقكم بوابنكا وبعدين بتتحقيقها أو في ظلم الغخر أو في وقت الغخر إن شاء الله يعني يمكن أن يتحدث عنه بنا المهم إنه بعد وفاة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام إن لا غيره صحيح أخي أحمد دلول بعض المصادر تتكلمت من مملكة سليمان كانت خارج باللسين ماذا صحيح بالقول بويرت تتكلمت تتكلمت ها 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 كابلو؟ اه ها سألنكم أخواننا في دقيقة واحدة فقط فقط أفتح الباب لأخواننا في الخارج سألنكم أخواننا في الخارج سألنكم أخواننا في الخارج سألنكم أخواننا في الخارج سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وأفلنا له عن القطر وسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يعني كان يكلمه الطير والإفهم والريش إلى داخله والجن والإنس والشياطين والدنيا والعالم شيء مذهل كيف سينظر العرب الكالعانيون إلى هذا الرجل العظيم سليمان ابن الرجل العظيم نظرة اشترام طبعا فبعد وفاة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام بقيت نظرة الاشترام هذه موجودة لمن؟ لبني إسرائيل فأبقاهم العرب اللي هم الأغلبية أبقواهم في الشكر ليه؟ هؤلاء آل بنت داود كيف إشنا اليوم؟ آل البيت نحترمهم ونجلهم من داب اشترام النبي صلى الله عليه وسلم صح الله الغلطان ولذلك هذا الأمر كان بالنسبة للعرب قضية مهمة أنه نحترم بني الإسرائيل لأنهم آلوا بيت النبيين داود وسلم قالوا لما مات داود يجي واحد أعظم منهم طبعا أكيد لما يموت سليمان راح يجي واحد أعظم لكنهم ما عرفوا أن البنين جاءوا من البعدين لم يكونوا أنبياء وإنما كانوا من البني الإسرائيل عاديين الذين فسدوا وابتعدوا عن دين الله عز وجل وانقسموا في مملكتين في فلسطين وانشقت الممالك كلها وابتعدت ولم يبقى لبني إسرائيل حكم في هذه الأراضي إلا في داخل فلسطين وانشقوا على هنفسهم في مملكتين واحدة في الشمال اسمها مملكة إسرائيل عاصمتها شيكين أو نابلس والثانية في الجنوب اسمها مملكة يهود عاصمتها أولو شرم الكدس هذان المملكتان سقطتا متتابعتين المملكة الأولى سقطت عليها بالمشهوريين والمملكة الثانية عاصمتها الكدس سقطت على يد البابلزين كما نرى في هذه الصورة على يد نبوخة نصر الذي هاجم فلسطين واكتسح منطقة الشام والأنضول بالكامل ومصر اكتسح هذه المناطق ودخل إلى مدينة الكدس على يد الأولى سقطت على يد آشوريين والثانية سقطت على يد البابلزين فالنبوخة بمصر عندما دخل مدينة الكدس وجد فيها سكانا طرفين الطرف الأول السكان العاديين اللي هم اللي هم العرب الموجودين الأغلبية والطرف الثاني السكان الموجودين بني إسرائيل ولذلك فقد طام على عادتهم ما الذي كانوا يفعلونه لم يكونوا في ذلك الوقت يهاجمون الشعوب ويخرجونها بالكامل لا كانوا يتعاملون مع الحكام ولذلك كان الحكام الموجودين في ذلك الوقت في داخل فلسطين هم بني إسرائيل فلذلك نفي بني إسرائيل وأخرجوا من الكدس إلى باب أخرجوا إلى باب وهذا ما يسمى بالسبي البابلي وبقي وبقي سكان الكدس الكنعاميون فيها وأعين عليهم حاكم من البابليين بعد سنوات طويلة اجتاح الفرس اجتاح الفرس هذه المناطق كاملة ودخلوا بابل وأسقطوا الإمبراطورية البابلية وكان ذلك بقيادة قوش الفارس الآن فرش الثالث لما وصل إلى بابل وجد فيها مجموعة كانوا سلالة ملكية لذن من بني إسرائيلي كانوا سلالة ملكية طبعا وقعوا ويعرف أنه هذول من وخدوا من داخل القدس وفلسطين ومقلوا إلى بابل فالآن هي فرصة الاحتلال ما الذي يفعله في العدد بيجيب أفضل شيء الاحتلال للرفيس اللي هو أني أجيب على مجموعة أقلية مجموعة بشرية من الأقلية وسلمها حكم منطقة أنا بحط حاكم على منطقة هذا الأقلية اللي ما تصير حاكمة على منطقة أنا أحطها عليها بتظل محتاج إلي صح؟ بتظل محتاج إلي فلذلك بتظل مرتبطة بالاشتراف هكذا أصبح بنو إسرائيل عبارة عن مين مكلاء عن الاشتلاف وبالتالي فهم ليسوا حكاما وإنما مكلاء عن الاشتلاف فصاروا مثل يعني كيف العلقة اللي بيجي بلسكوها عشان يتصر الدم فعليا هذه آه بالضبط لكن الآن القضية وإنه أنا بجيب الأقلية هاي فقالوا لهم إذا بدكم ترجعوا للباب وان قدس اتفضلوا ارجعوا تستلموا للدعامة الدينية على المنطقة طبعا عاد السكان العرب في ذلك الوقت الوثني وعاد المصلحون من بن إسرائيل الموحدون اللي لسه فيهم خير عادوا للقدس العلم كان عددهم قليلا فلما عادوا سلّمت لهم القيادة الدينية في المدينة بحيث أنهم يديروا شؤون المنطقة وهذا الأمر يريح الفرص من الحكم المباشر ومن أي إشكاليات مباشرة مع السكان الأصليين اللي هم الأغلبية للساحق العرب من المدينة المنطقة هذا الأمر استمر حتى سقطت المنطقة بالكامل تحت حكم تحت عاصفة إذا بصح نسميها عاصفة الحكم اليوناني بقيادة إسكندر المقدومي الذي هاجم المنطقة بالكامل واجتاح كل هذه الغراضي قادما من مقدوني قادما من منطقة بحر ديجا اجتاح كل هذه المناطق وحكم مدينة القدس وكل ما حولها حتى دخل مناطق الفرص وحتى وصل إلى البند يعني وصل إلى البند في منطقة في فترة قصيرة جدا وهذا الرجل كما كان عاصفة سريعة جدا في بدايته نهايته أيضا كانت سريعة مات مع نوسلم مات ولم يكن متزوجا كان شابا صليلا لم يكن متزوجا ولم يكن له أبناء ولم يكن له وحيث من العرش فورث قادته وورث مملكة من اليولان غرفا حتى الهند شرقة شبخا جدا فاقتسمها من قادته قادة معا اقتسموها وبدأت الصراعات بين القادة كلهم الإسكندر المكلومي مات ودبت الصراعات بين قادته على المنطقة تحديدا في منطقة فلسطين كانت الصراع الاساسي بين البطالمة أتباع القائد بطليموس والسلوكيين أتباع القائد سلوكوس فالبطال والسلوكيين هم الذين اصطرعوا على مدينة الفتس بشكل كبير جدا وظنوا إسرائيل صاروا يوقفوا مع من مع القوي اللي بييجي أهلا وسهلا اللي بتجواز إني بقوله يا عمي هيك يقول المثل فهم صاروا يشتغلوا على أساس هذا المثل اللي بتجواز إني بقوله يا عمي انتهى الموضوع اللي انفسهم والسكان العرب الطبقة الكبيرة المسخوقة مشد اشتائي فيهم ودنوا إسرائيل يقفون مع القوي اللي بييجي أهلا وسهلا ما عند أي موسكو واضح بعد 250 سنة من هذا الصراح الشهيد بين اليونانيزين والحكم اليوناني في مصدق بيت المقدس أقو جئ العالم كله بقوة صاحبة أظم أنهى الوجود الفالسي أو عفا الوجود اليوناني وهي قوة الروم الذين دخلوا من روما قدموا إلى فلسطين ودخلوها ودخلوا مدينة القدس بكياذة القائد الروماني بومبي القائد الروماني بومبي في سنة سبعين قبل المياد الرومان معرفون بميلهم للتعمير الكثير خبوا كثرة البناء في حيث يتركون لأنفسهم مثارا كبير جدا وقدير جدا وقويل جدا بقيادة قومبي مرة أخرى قومبي فدخلوا مدينة القدس وفرضوا عليها الحكم الروماني طبعا لمجرد ما فرضوا الحكم الروماني اليهود رحبوا فيهم أهلا وسهلا مرحبا وينكم من زمان وعم تعالوا ننتظركم والعرب ناعدهم أي الأثر إطلاقا خلص الموجودين أهلا مساهن ومحبا في نعم تحت الاهتناء فحكمت مدينة القدس وفلسطين من قبل الروماني هذا الحكم استمر حوالي 600 سنة على فكرة 300 سنة تقريبا حكم روماني يدين بديانة الوسنية و300 سنة غفرة تقريبا بحكم بيزنطي يدين بديانة المسيشية فالحكم الروماني الوسني في فترته بعد 70 سنة من بدايته طبعا توسعت ندينة قدس نفنا بلاحظ بهذه الخريطة توسعت كثيرا لاحظ صور الندين الحالي يعني الندين الحالية تقريبا حدودها تقريبا هنا بهذا الشكل بهذا الشكل تقريبا نيوك تيجي يعرض المسجد الأقصى مضارف هكذا هذه المدينة اللي في داخل الخط الأحمر الآن هي المدينة الحالية لذلك القديمة في القدس لاحظوا إنها كانت أوسع من الشمال ومن الجنوب كانت أوسع تصل حتى عين سلوان من الجنوب وتصل حتى ما بعد منطقة المسرارة في المدينة في منطقة الشمال هذا الشكل العام في مدينة الكبس في ذلك الوقت يدل على اهتمام الهمان بالبناء والتعمير وفي هذه فترة ابتعد بنو إسرائيل جدا خلاص صاروا بعيدين بعيدين كيل كيل عن دين فلم يقعد لهم أي مدود إطلاقا يعني ديني حقيقي ولم يعود المحيين فكان الإنذار الأخير من الله عز وجل لهم بأن أرسل إليهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام وسيدنا يحيى عليهم الصلاة والسلام جميعا ثلاثة أنبياء دفعة واحدة وهذا بمثابة إمدار نهائيس لبن الإسرائيين رفضوا هذا الإنذار وكانت النتيجة حاولوا أن يصلبوا المسيح عليه الصلاة والسلام وهم يقولون أنهم قتلوا زكريا عليه الصلاة والسلام وقتلوا جحي عليه الصلاة والسلام وبالتالي انتهى الأمر وانتهى دخلية نهائية من الإسرائي الخلص ستنتقل القيادة البشرية الآن منهم إلى قوم آخرين وستنتقل من بيت المقدس إلى مكة لكن هذه الفترة ليست في يوم وليل بدها 500 سنة أو 600 سنة حتى تحدث هذه هي الأحداث طبعا الغمار لهم أثار كثيرة في فلسفية القدس مثلا الكاردو هذا الكاردو شارع معروف في مدينة القدس لاحظوا كله مفروش بالأعمدة كثير وكبير جدا ومهم جدا ولهم أيضا أثار أخرى مثل قلعة الكتسي القلعة الوحيدة من المدينة الكتسية بناء روماني ليست بناء متأخرا إنما هي بناء مملك سيدنا عيسى رفع إلى السماء ولم يعد بناك شيء خلاص انتهت الخيرية من بني ستسحب منهم وسيخرجون وستنتهي النبوة فيهم تماما لكن هذا ليس من يوم الذي سيدنا عيسى رفع سنة 33 ميلاد بعد حوالي 33 سنة تقريبا 35 سنة بعد رفعه قامت ثورة سنة الثورة المتابية هذه الثورة لها أثر واحد اليوم في فلسطين وهذه الثورة هنا لها اليوم أثر واحد مرتبط بهذه الثورة في فلسطين وهو جبل مسعدة قرب البحر المدين هذه الثورة قام بها رجل اسمه لهداء المتابي لهداء المتابي قام بها ضد الدولة الهومانية بزعم أنه كان يريد استقلال بني إسرائيل بحكم هذه الضرب طيب وين العرب؟ ولا إشي العرب صفر كانوا صفر عشان في أي دلت جبل مسعدة في فلسطين قرب البحر الميت في فلسطين فالثورة هذه قامت باللغومان فكان يريد استقلال ولذلك ضربت حتى يعني مقود ضرب اليهود مقودا مستقل معلمين استقلال هذه المنطقة وكتبوا فيها يوروشان فادوش يعني الكدس مقدسة وحدثت هذه الثورة التي استمرت ثلاث سنوات لم يستطر أحد أن يتفعها حتى جاء الإمبراطور باسباسيان بنفسه ووصل إلى مدينة إلى الأردن إلى الشام عقل وجلس في الأردن وقيل أنه جلس في أذرعات في درع قيل أنه جلس في فلادريفيا وهي عمام وقيل أنه كان في درع أذرعات لغض النظر وأرسل لهم ابنهم أنه هو هذا الرجل تيباس أرسل ابنهم تيباس إلى فلسطين ليحمد هذه الثورة التي قام بها اليهود وقمعهم تيباس قمعا شديدا جدا اسم الإمبراطور باسباسيان اسمه صعب شغل معلش فتيقص يعني دمر هذه الثورة وأنهاها ودخل المسجد الأقصى المبارك وأحرقه وأحرق مدينة الكدس وأمر ستانها العرب بالخروج منها ثم أعاد السكان العرب إليها وأعاد اليهود أيضا إليها ولكن لم يعود ليكون أي عين يعني خلاص صار بكسرين زيهم زي العرب ووضعوا عليها حاكما عربي حاكما رومانيا مباشرا يعني حتى مش سلمها للعرب لا أسلمها للرومان تحديدا نحسن ونقش هذا الانتصار طبعا تيطس بعد وفاة أبيه أصبح هو الإمبراطور اسمه الإمبراطور تيطس وبعد وفاةه يشيّد له أخو أخو الإمبراطور تيطس هذا القوس قوس النصر هذا في روما واسمه قوس تيطس قوس تيطس في أحد النقوش المرسول هنا طبعا موجود عليه كل إنجزاء تيطس في حياته وواحد من هذه النقوش المهمة الموجودة على هذا المكان هذا القوس هو هذا النقش هذا النقش كما ترون هو نقش لرومان يحملون الشمعدان اليهودي والشمعدان اليهودي طبعا قديم جدا هو رمز يهودي هو الرمز الوحيد على فكرة الذي يعتبر رمزا يهوديا خالصا صحيح لكن نجمة داود هذا كله كلام ثالث لكن الشمعدان نحن هو رمز يهودي وكذا كما تلاحظون وهم يرتدون أكاليل الغاري أكاليل النصر ويدخلون قوس النصر هذا على يمين الصورة على يمينكم يدخلون إلى روما هذه كانت إشارة واضحة إلى انتصار الأرغمان تأريخ الانتصار الأرغمان على بني الإسرائيل وإخراجهم من هذه الأووام ليس إخراجهم وإنما كسر شركتهم هدأت الأوضاع في فلسطين حوالي ستين سنة ثم قامت ثورة الأخرى واسمها ثورة باركوغة ثورة باركوغة وهذه المرة جاء الإمبراطور هدريان إليانوس هدريانوس اسمه هو هذا الذي يظهر عندكم في الصورة جاء بنفسه جاء بنفسه من روما ليوقف هذه الثورة فأوقف الثورة ثم دمر الكدس كانت النتيجة عاقبة كبيرة جدا دمر الكدس وأعاد بناءها من الصفر وأسكن فيها العرب وحدهم ومنع اليهود من اقتناء من مدينة الكدس تماما فبريان فهذه الثورة اتداء من سنة 135 للميلاد أخرج من الإسرائيل تماما من فلسطين ولم يعود ليدخلون مدينة الكدس وبقي العرب وحدهم الإشمي الوثنيون وكان ذلك حتى أقريبا من 2 سنة أخرى لاحقا حتى جاء الإمبراطور كونستانتينوس وطبعا هدريان لما عاد بناء المدينة سماها غير إسم سماها إيليا سماها إيليا إيليا كابيتولينا إيليا هو اسمه العول اسمه إيليانوس وهدريانوس وكابيتولينا قيل إنها بمعنى العاصمة وقيل لعلها الأرجح أنها باسم كابيتول آلهة النصر فبالتالي أخرج اليهود من المكان وضطي العرب الوثنيون في المدينة وهم الوحيدون الذين كانوا يسكنونها حتى حول الإمبراطور كونستانتينوس كونستانتين ديانته إلى الديانة المسيحية وفرض الديانة المسيحية على الإمبراطورية بالكامل فأدى ذلك إلى انشقاق الإمبراطورية الرومانية نعم مدنى المسجد الأقصى وكانت النتيجة أن أخرج المسجد الأقصى تماما من مدينة القدس في خريطة مادبة في خريطة مادبة المعروفة في الأردن المسجد الأقصى المبارك ليس ضمن مدينة القدس المسجد الأقصى المبارك ليس ضمن مدينة القدس يعني موجود في هذه المنطقة خارج حدود مدينة القدس خارج حدود مدينة القدس هنا ففي هذه الصورة خريطة الفسيديسان في ماذا لا يظهر فيها المسجد الأقصى لأنه كان خارج مدينة الكتس وهذه صورة أخرى تبين لنا كيف كان المسجد الأقصى خارج حدود المدينة بالكامل المدينة كانت تنتهي هنا عند المنطقة الغربية بهذا الشكل وإلى الجنوب وهكذا والمسجد الأقصى المبارك خارج حدود مدينة الكتس وكان ذلك في العهد الروماني وتحولت القدس في عهد كوستنطين إلى الديانة المسيحية وكنمت فيها أهم كنائس المسيحيين على الإطلاق كميثة القيامة لداخل الدائرة والمسجد الأقصى المبارك أصبح منطقة النهاء لأنه لم يعد فقط المشكلة بين اليهود بين سكان الأصليين إن الله هذولا سموا فيها الزمنات وعندوا بلا لا لأصرت مشكلة دينية إنه هذولا من أسلم الذين قتلوا المسيح هكما بيعتبروا المسيحيون من يهود هم الذين صلبوا المسيح وبالتالي بالنسبة لهم القضية خطيرة يعني كيف صلبوا المسيح فالمسجد الأقصى المبارك صار مهملا ومتروكا وعلى ذلك كان الأمر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى مدينة القدس كانت المدينة بهذا الشكل الذي نراها في هذه الصورة المسجد الأقصى المدارك خارغ والصور الغربي للمسجد الأقصى إنه هذا الذي يظهر الآن الذي يظهر الآن بالخط الأحمر هذا طبعا هو الصور الغربي لمدينة القدس لاحظوا ومنذلك بينزل حتى الجنوب حتى آخر المدينة هذا الصور هو الصور الغربي لمسجد الأقصى أفوا هو الصور الشرطي لمدينة القدس يعني وين المسجد الأقصى صور الغربي هذا هو وجزء من الصور الشرطي لمدينة القدس هذا هو الذي ظهر عندكم الآن باللون الأزرق هذا هو أسور الغربي المسجد الأقصى وهو نفسه كان جزءا من السور الشرقي لمدينة القدس وبالتالي كان يدخل إلى المسجد الأقصى من أبواب وفي شبابيك وغيره هذا عن مفهوم الأقصى الكامل لكن ليس هناك أبنية إطلاقا المهم الآن النبي صلى الله عليه وسلم بؤث للعالمين في سنة ستمون وعشر للميلاد وبعد سنوات طويلة من عمله صلى الله عليه وسلم وهجرته الشريفة طبعا التفت النبي صلى الله عليه وسلم لإهمية فتح بيت المقدس وهناك كلام طويل جدا حتى يوجد كتاب في هذا الموضوع وهو كتاب بيت المقدس في استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب موجود لتفاصيل كاملة لا بديش أتخط بها لأجل الوقت لأن الوقت عندنا مضوط جدا فبالتالي هذا الكتاب يوضع لك استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت أهمية بيت المقدس المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطط في حياته وهو يعلم كلمة بيت المقدس صلى إليها وكان إليها الإسراء والمعراج وكان أول من دخلها صلى الله عليه وسلم من المسلمين جميعا لأنه رسول البشرية الأخير صلى الله عليه وسلم وأول المسلمين في أمتنا صلى الله عليه وسلم وبالتالي دخل المسجد الأقصى المبارك ليلة الإسراء والمعراج وصلى في المسجد الأقصى المبارك وصلى إليه المسلمون قبلة تبروه بالطبلة الأولى حتى ومش تبروه الله عز وجل أمره بذلك حتى نزل الأمر بتحديد الطبلة إلى المكة المكرمة إلى الكعبة تحديدا وهكذا كانت الأمور قد انتهت على أن تبقى إلى هذه الحالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بنأسه إلى تبوب وهناك قال اردد ستا بيني يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه بيت المقدس أنا أعتبر أنا لن أستطيع أن أفضل الاستراحة بقي لي قل من ساعة يعني لأن الوقت مضبوط جدا جدا عندي ساعتين فالتاريخ كله فالآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ارتفت المسلمون إلى أهمية ما كان يذكروه صلى الله عليه وسلم عن المسجد عن المسجد أقصى ببارك وفتح بيت المقدس عرفا أخت سوزان أنت بتقولي للساعة 10 حسب بيته مكة لا أنا بلغني من الساعة 9 يعني أنا معي ساعتين معي ساعتين يعني فأنا اللي بعرفهم من الساعة 9 وليس للساعة 10 فأجل المعدة ثلاث ساعات لا إذا في توقيت يعني سيكون الساعة 10 والله أخوان أنا اللي بفهم أنه أو أنا كنت أعرف أنه يفاضر الساعة يعني الساعة 9 وتبطل ومور كلها على هذا الأساس الساعة 9 بتوقيت مكة ليس بتوقيت دكتور عبدالله دكتور عبدالله يعطيك يعطيك العافية يعطيك العافية دكتور لا هو 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 دكتورنا هو دكتورنا المفروض إنها ثلاث ساعات من ضمنها من ضمنها استراحة ومن ضمنها فقرة أسئلة ممكن صار اللبس لأنك عطيت محاضرة من قبل لمدتها ساعتين لكن هذا دبلوم كل محاضرة مدتها ثلاث ساعات لا أنا اللي كأني كنت يعني أنا بحاول أقرأ الآن دكتورنا الموضوع الموضوع لا 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 لكن لم أكن يعني أعرف أن المحاضرة كلها بالكامل يعني أنه لازم أتكلم ثلاث ساعات نعم 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 هي كاملة ممكن بس أرسل الدكتور محمد على الإيميل بس نعم دكتور محمد نعم 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 على راحتك دكتور طيب خلص أنا على كل خال سأكملها المحاضرة إن شاء الله سأفتح بعدها مجال بإذن الله للأسئلة إن شاء الله إن شاء الله لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا يعني إن شاء الله ما فيدي مشكلة إذن الله إن شاء الله طيب سأكمل بعد ما خلص الكلام إذن الله سأفتح مجال للأسئلة والتفاصيل الكاملة إن شاء الله أنا بالنسبة لي الآن غزة نزعيشها فالعيشة ممكن إدخرة لا يوجد مشكلة عشان كيف الوقت بالبقية خاصة أن يوجدون عندهم صلاة الضغر الآن طيب اللهم صلى الله رفضه محمد وين كل ما فبمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون يعملون لا لا هي ليست كما الآن أخي فاطلا أخي عبد الحي الحدود مختلفة اليوم عن المدينة يعني المدينة القدس هذه في العهد البيضنطي هذه الصورة التي أرمانكم والخدود تختلف اليوم تماما تقريبا إلا في منطقة واحدة في منطقة الشمال فقط الأقصى نعم كما هي كما هي لم تختلف الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون يعملون على فتح بيت المقدس وكان طبعا نحن نعرف من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مدينة القدس انطبق عنده الحاقة الوحيب المعروف كان مرتبط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو حاقة البراق اللي اليوم بظهر عنده اليابود بسنة القنة الملكة ولكنه حاقة البراق طبعا فالمسلمون عرفوا هذه القيمة المهمة جدا لهذه البقعة فوجه أبو بكر وعمر رضي الله عنه ورضاهما خمسة جيوش طبعا هم أربع جيوش وفي جيش خامس جيش خالد بن الوليد كان الريد في جانب العراق الآن الرواية اللي بأنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن انتهى من فرود الردة أمر المسلمين بالتجهز لفتح الشام لفتح الشام فجهز أربعة جيوش ثلاثة منها بقياذة شرحبيل بن حسنة ويزيد بن عبي سوفيان وابي عبيد عامل بن جراح سارت من الطريق اللي شايفينها انتو ثلاثة أسهم من بعض هذه سارت في الطريق المعروف باسم طريق تبوك تبوك هنا في هذه البقعة هذا الطريق تبوك سارت فيه هذه الجيوش الأربعة وطبعا تبوك في المكان الذي ظهر الآن باللون الأزرق فساروا في طريق تبوك حتى وصلوا إلى تبوك ومنها دخلوا إلى الشام أما الجيش الرابع هذا الطريق يسميه من الطريق الداخلي والطريق الرابع هو الجيش الرابع هو الجيش الذي كان بقياذة عمر بن العاص رضي الله عنه وثار إلى الطريق الساحلي سار من المدينة إلى ينبؤ ومنها على انتداد الساحل حتى دخل إلى غزة حتى وصل إلى غزة وكان هذا الجيش تماما أخذ طريق ببعيد طريق الساحلي لكنه كان خفيف وبالتالي وصل إلى غزة قبل الجميع وكان هو هو من استضم درهم في معركة باسمه معركة دافن فلما احتاج الرسلون المدد أرسل أبو بكر رضي الله عنه رسالة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وإن كان خالد في المكان الذي ظهر عندكم في البقعة اللي لونها أزرق أيضا في منطقة أو كلمنا عن فطلون فطلون أخضر فطلون أصفر في البقعة اللي ظهرت الآن باللون الأصدر هذه البقعة كان فيها خالد يفتح جنوب العراق فأرسل له أبو بكر رضي الله عنه يطلب منه أن يترك العراق ويذهب إلى الشام إذا جاءك كتابي هذا فعجل لنجدة إخوانك في الشام فوالذي نفسي بيده لقرية من كرى أرض المقدس الأرض المقدسة يفتحها الله عليك أحد إلي من رستاق عظيم من رساتيق العراق فذهب خالد وانضم إلى الجوش الأربعة فأصبحت خمسة جوش فتحت منطقة الشام تقريبا بالكامل منطقة الشام باستثناء مدينة القدس كل منطقة الشام فتحت حتى بقيت منطقة القدس هي الوحيدة التي تركت كآخر شيء بعد معركة اليارموك التي حدثت في منطقة قريبة من بحيرة التضرية اليوم في شمال الوردين اليوم موجود بين أردن وسوريا عند مهر اليارموك حدثت معركة اليارموك وفتحت على إثرها مدينة القدس ودخلها عمر رضي الله عنه عمر بن خطار رضي الله عنه فاتحا لأن المدينة القدس رفضوا أن يدخل أن يستلم المفاتيح أحد غير الخليفة بنفسه فجاء عمر رضي الله عنه بنفسه واستلم المفاتيح مدينة القدس ودخل المسجد الأقصى وصلى في المسجد الأقصى المبارك وقرأ في الأقصى بسورتين كما قلنا سابقا السورة الأولى سورة الإسراء والسورة الثانية سورة صاد كأنه يذكر بمن يذكره بفتح داود عليه الصلاة والسلام طبعا أخذ نسمة جبل الذي كبر عليه الصلاة المكبر اسمه أعلى اسم التكريف جبل المكبر فبعد ذلك بدأ المسلمون يدخلون إلى مدينة القدس أرسالا وبعدانا فجاء كثير من الصحابة يدخلون ودخلوا مدينة القدس وصلوا فيها ورابطوا فيها وجلسوا فيها وعاشوا فيها وماتوا فيها ومن القدور المشهورة في مدينة القدس قبل الصحابة الجليل عبادة ابن الصامت وقربهم قبل الصحابة الجليل لا أعرف أنه ليس موجودا قبل الصحابة الجليل أيضا شباب ابنه صلى الله عليه وسلم وهما من الصحابة الذين دفنوا في مدينة القدس وقرب المسجد الأقصى المبارك في مقبرة الرحمة نسى الله عز وجل أن يتقبلهم جميعا برحمته الآن يتغير تاريخ الدينة القدس من الصراع والبهد والجيان والبهد لها اللي كانت في أيام بلد إسرائيل إلى التعمير فعندما جاء المسلمون نعم صحيح أخي أشتر عندما جاء المسلمون إلى مدينة القدس بدأوا بالإعمار أهم ما أعمروه أول شيء أعمروه المسجد الأقصى مبارك كيف أعمروه؟ ليس جزء من المدينة لا، المسجد الأقصى كان في ذلك الوقت كما قلنا خارج حدود المدينة خارج حدود المدينة القدس كما رأينا في الخريطة وفي المجسم للمدينة فبالتالي عندما جاء المسلمون ما أخذوا المكان من واحد والله وراحوا وبنوا فيه هذا رد على الذهود اللي تقولوا أنهم أخذتوا معبدنا وفي ما معبد أسلم كانوا فارغ، هو مسجد أساساً فبالتالي عندما جاء المسلمون أخذوا المنطقة الفارغة لخارج الحدود من أبيهين الذي يسمى المسجد الأقصى مبارك وزبطوهم ما شاء الله عنهم وبنوا فيها أبنية كثيرة وطبعا عمر بخطاب رضي الله عنه أجدد الأسوار ثبتها على نفس شكلها لأن الأسوار كانت أطلال يعني حدود الأقصى ما كانت مختلفة أطلالها كانت موجودة يعني الأسوار معروف شكل هذا فلم يختلف شكل المسجد الأقصى المبارك وإنما بنى مبنى صغيراً في أقصى الجنوب في أقصى الجنوب ومن الخشب وصلى به المسلمون وكانت أول نوال الجامع القبلي أول نوال الجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك فبعد ذلك طبعاً مرت الأيام السبين وتولى الخلافة من بعدهم من بعد عصر خلفاء الرشدين تولى الخلافة طبعاً الدخولة المسلمين إلى مدينة القدس كانت في سنة 16 تهجرة في سنة في فترة فترة عانق الله أخي رحمة فواز شكراً 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 بين السلاجقة من جهة وهم أتراك كانوا يحكمون في هضبة الأناضول وحكم منطقة الشام الكامل والفاطميين وهم من الطائفة الإسماعيلية طبعا لاحظوا أن الإسماعيلية هم طائفة من طوال الشيع لكنهم مغارون تماما ومن ثلاث الباطمين فالإسماعيلية كانوا يحكمون مصر وكان عندهم خليفة كانوا يعتبرون خليفة هم ينافس خليفة السنة في بغداد والسلاجقة يعتبرون أنفسهم مقدمة الخلافة السنية في وجه الدولة التي تقف في وجه الخلافة والتمدد الإسماعيلي الفاطمي في البلاد المشرق وبالتالي كان ميدان الصراع بين الطرفين بين الطرف السني مثلا بالدولة السلبوقية والطرف الإسماعيلي الشيعي ممثلا بالدولة الفاطمية كان ميدانه من فلسطين كان ميدانه من فلسطين في ذلك الوقت ظهرت حركة في أوروبا عرفت في التاريخ باسم الحركة الصاليبية وكان ذلك بمبادرة من البابا أوروبا الثاني الذي قام بإعلام من روما أعلن الحرق على المسلمين وأعلن أهمية امتلات فلسطين وبلاد المشرق وبلاد الشام من المسلمين وأخذها بالكامل وبدأت الحمنات الصاليبية التي غيرت وجه العالم منذ ذلك الوقت حتى اليوم البابا أوروبا الثاني هو الذي أعلن الثروب الصاليبية على المسلمين وانطلقت أول حملة منظمة طبعا كان في حملة حملة رعاعة كما تسموها حملة من القطعة الطرق واللصوص وماذا تنتهوا يعني راحوا في الطريق لكنه أسست بعد ذلك حملة رسمية من الجيوش الحقيقية من ملوط أوروبا المختلفين تجمعوا ناس خلافاتهم بمن يملك عندهم عدو واحد هو المسلمون وتجمعوا وساروا بجيش كبير جدا عبر أوروبا ومروا من عمد القسطنطينية برعاية وموافقة من الإمبراطور الإمبراطور البيزنطي وعبروا إلى بلاد الأنطول إلى خطرة الأنطول والتقوا بالسلاجقة في ذلك الوقت استغل الفاطميون هذه الحادثة وبردوا السلاجقة من الخلف بدل ما يروح يوقف معهم ضد الصليبيين شو عملوا فرصة من روح الآن من يوخذ القدس ورحوا أخذ القدس كل بساطة ففشل السلاجقة في إيقاف في المدى الصليبي فتمدد الصليبيون بشدة تمددوا بكثرة من منطقة الأوروبا عبر الأنطول إلى بلاد الشام إلى بلاد الشام ووصلوا إلى بلاد الشام إلى ساحل الشام وتمكنوا من إقامة مجموعة من الإمارات الصليبية كان منها إمارة أنطاكيا لا يخليني بس غير الأنطول كان منها إمارة أنطاكيا وإمارة معلش بدأت لخارج الخريطة إمارة الرهى وإمارة طرابلس وأخيرا مملكة بيت المقدس التي كانت أخيرا مملكة بيت المقدس التي كانت تشنل الكرك وفلسطين بالكامل تقريبا إلا عسقلان وغزة كانت من الصراعات شديدة بين المسلمين وغيرهم وهؤلاء نعم حكم الفاطميون فلسطين طبعا لما سقطت أنطاكيا والروهة وهذه المناطق كلها من يد السلاجقة ظل الفاطميون أنه مرهن ترام لكنهم فوجئوا بأن الصليبيين وصلوا إلى فلسطين وصلوا إلى فلسطين وأخذوا الرمل وسقطت بيدهم من مدن واحدة تلو الأخرى وفي النهاية حاصروا مدينة القدس وأسقطوها ولم يكن فيها إلا حامية فاطمية صغيرة بقيادة رجل اسمه افتخار الدولة هذه الحامية لم تستطع أن تحفظ مدينة القدس فسقطت القدس بيد الصليبيين وضاعت المنطقة بالكامل وارتكب الصليبيون فيها مجزرة ذكرها التاريخ يعني بأحرف من دم كيف كتل الناس وذبحوا وسحلوا في الشوارع أسبوع كامل وهم يقتلون في الشوارع في شوارع مدينة القدس لم يسلم من ذلك طفل ولا شيخ ولا امرأة ولا مسلم ولا نسيث ولا يهودي حتى اليهود أحرق كنيسهم وهم أحياء في داخلهم يعني كان هناك سبعين يهودي يعيشون في القدس أحرق عليهم الكنيس الذي كان لهم كنيس واحد أحرقوهم أحياء بكنيسهم في كنيسهم وأما المسلمون فقد ذبحوا وكتلوا بعشرات الآلاف على مدى الأسبوع كامل دبحا وحرقا وتدميرا وتخريبا شيء مذهل الذي حدث وأسست هذه الإمارات الثلاثة ومملكة بيت المقدس وأصبحت شنجرا في خافرة هذه الرمة إلا أنه كان لابد أن يظهر مشاريع مهمة جدا يعني تنصر هذه الأمة وتنهي هذه القضية وكان هذا المشروع الذي بدأه أقسم قر الذي سلم هذا المشروع إلى ابنه زنكي زنكي ابن أقسم قر هو تركماني هو أصلي تركماني يعيش في الموصل كان يحكم الموصل وانتقل من الموصل إلى حلق ومن حلق تمكن من فتح حلق طبعا وضمها إلى ملكه وأسس هناك مملكة صغيرة بدأ ينتقل منها إلى الجنوب وإلى الشمال قضى على الصليبيين فرها حتى يقنع الناس الشعوب أنه أنا غايتي هي تحرير بيت المقدس مش بدي أخذ أرضيكم عشان أتسل فيها لا بدي أحرر بيت المقدس فهذه الناس طبعا فهمت هذه القضية ولذلك وجد أثرا كبيرا جدا مهم جدا له على المسلمين زنكي اللي هو صار لقبه عماد الدين زنكي ابن أقسم قر عماد الدين معروف في التاريخ عندنا عماد الدين فعماد الدين زنكي طبعا اسم الحقيقي زنكي لكن هو لقبت العناس بي فعماد الدين زنكي بدأ يعمل على تحرير البلاد منطقة الرهى ثم بعد محررها من الصليبيين التفت لمن التفت للأمراء والحكام اللي موجودين في الممالك المختلفة حوله في الشام ووضع استراتيجية تقوم على ثلاث خطوات خطوة الأولى توحيد الشام الخطوة الثانية توحيد الشام مع مصر والخطوة الثالثة الإطباق على الصليبيين هذه الخطوات اللي تبدو كأنها بسيطة يعني ثلاثة طبعا بموحد الشام ووحد الشام ومصر وموحد بعدين ننطق عليهم هذه أخذت ثمانين سنة عمل ثمانين سنة عشان تعرفوا من الموضوع مش اختبار بسيط لا اختبار صعب وليست المسألة سهلة لا المسألة صعبة وليست المسألة بسيطة وإنما ليست يعني وإنما مسألة يعني معقدة وتحتاج إلى عمل شديد جدا فعمل زنكي على ذلك حتى كتل أثناء محاصرته قلعة جعبر اللي قريبا إلى الرقة ودفن في مدينة الرقة اليوم دفن في مدينة الرقة في سوريا اليوم نسأل الله عز وجل أن يوحدها أن يقرجها ما هي فيه من داعش جماعة داعش ثالث الاطباق على الصليبيين توحيد الشام ثم توحيد الشام ومصر ثم الاطباق على الصليبيين فالمهم نسأل الله نحررها من داعش ومن النظام المجرم الظالم من الظالمين جميعا المهم أنه بعد أن توفي أو كتل الملك عماد الدين زنكي والملك الشهيد طبعا بذلك تولى الأمر من بعده ابنه محمود ومحمود كان لقبه نور الدين كان لقبه نور الدين نور الدين يختلف عن أبيه في إمكانياته وفي أساليبه يعني عامل بأساليب مختلفة فترة طويلة جدا 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 تمكن من توحيد الشام عن طريق الزواج من ابنة أمير دمشق ثم بعد ذلك بعد وفاة أمير دمشق تمكن من أن يدخل دمشق بدعوة من أهلها خلاص يعني كان يسيره أصلا فدخل دمشق ووحد الشام ثم بعد ذلك بدأ هو والصليبيون يتسابقون على مصر فأرسل من عنده اثنين من أقوى قادته على الإطلاق من وين؟ من مصر من الشام إلى مصر مين هم من؟ أسد الدين شيركو كردي وابن أخو صلاح الدين يوسف ابن ديوب كردي هذول اثنين انتقلوا من الشام إلى مصر بأمر من نور الدين زنكي وعملوا عملا طويلا جدا في مصر على إسقاط الدولة الفاطمية انتهت القضية بإسقاط الخليفة الأخير الخليفة العضب طبعا توفي شيركو بعد شهرين من توليه الوزاعة وتولى الأنهو من بعده صباح الدين مسك مصر وأثقق الخليفة العضب خلص قطع الخليفة العضب طبعا هم أكراد معه وقطع الخطبة عن الخليفة العضب الآخر خلفاء الفاطميين وانقرب الدولة الفاطمية وأصبح الطريق مفتوحا إلى بيت المقدس ولكن النور الدين قدمت لم يستطع أن يفتح بيت المقدس وبدأت الشام وتتفكك فانتقل خلاف الدين هذه المرة من مصر بالعب تمام انتقلوا إلى الشام كي يعيد توحيد الشام مع مصر هذه أخذت منه ثمان سنوات زيادة يا الله غلطة زيادة من بعض الناس سبحان الله عظيم تضيع الدنيا كلها أو مطمع من البعض هذا أصحبك من الرب مطمع من البعض في الحكم وفي كده ويضيع البشرية كلها فاللهم استعمل فبالتالي توحدت مصر مع الشام مرة أخرى ثم أبدا في عهد صلاح الدين ثم بدأ صلاح الدين يعمل على إعداد الأمنة مرة أخرى لتوحيد للإطباق على الصليبيين واستغل فرصة تولي واحد من ملوكهم اسمه جيل دولوزينيان جيل دولوزينيان آخر ملوك بيت المقدس في فلسطين وهذا الملك تولي الأمر وخرق البدن مع صلاح الدين وكان في دينه هدنة خرقها وقتل قافلة من الحجاج وشتم أحد قائمته وهو رينود شاتيون أو كما يسمى أرناط أمير الكرك شتم النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يدخل إلى المدينة ويأخذ جسد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبص الدنيا زي ما اليهود اليوم يعملوا في الأقصى سبحان الله يخبصوا الدنيا يعني يعب بالنار فعند ذلك تحركت شيوش المسلمين من دمشق جاءت جيوش مصر ووصلت إلى الغردن ومن جاءت جيوش حلب من الشام من الشمال وجاءت جيوش العراق والبلاد الأخرى كلها بلاد المشق جاءت من من منطقة الموصل حتى تكاملت الجيوش كلها من مصر والشمال الجزيرة العربية والشمال الفيقية والجزيرة واليمن والدين والعالم كلها تجمعت في دمشق ثم سارت حتى وصلت منطقة حطين هذه المنطقة هنا نراها في الصورة كانت فيها معركة حطين الكبرى التي انتهت إلى تدمير الصليبيين تماما انتهت هذه المعركة إلى إنهاء الصليبيين تماما هذا الوادي انتم شاهدونه بالصورة هذا وادي شبطين الذي يقع عند منطقة تسمى قرني شبطين قربة بحيرة الطبرية عنده حدثت معركة شبطين الكبرى والمعرخون يقولون معارك الإسلام يعني معارك الفاصلة الكبرى أثرها على آلاف السنين بعد ذلك إن شاء الله معاشة الدنيا آلاف السنين معارك الإسلام حلافة بدر واليرموك وحطين بدر واليرموك وحطين فحطين هذه المعارك الإسلام الكبرى فانتهى الجيش الصليبي بعد ذلك تماما وتمكن صلاح الدين من أن يصل إلى مدينة القدس ويأخذها بالكامل بعد حصارة استمرت فقط 12 يوم يعني بعد كل هذا العمل لما صارت له مجزة فتحت بيت المقدسي بعد حصارة 12 يوم فقط وأحضر منه يعني أراد أن يسمع قهر المسجد الأقصى ونضبطه وأراد أن يجعل في الجامع القبلي يبني منبر يليق بالمسجد الأقصى يوضع داخل الجامع القبلي فقيل له إن نور الدنيا رحمه الله كان قد صنع منبرا وقال هذا للأقصى منبر يليق بكلمة المسجد الأقصى فأمر بالمنبر وأحضر من حلب وأحضر من حلب ووضع في داخل الجامع القبلي هذا المنبر اللي أنت شايفين في الصورة رح نحكي عنه بعد شيء في الحريق الذي حدث بعد ذلك وأتى على هذا المنبر الأسف الشديد طبعا هو أحرك في عام 1969 ثم وضع مكانه المنبر الحديدي بسيط صغير ثم في عام 2007 انتهى بناء منبر بنفس الأسلوب بنفس الشكل بنفسه ووضع مكانه في الجامع القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك في عام 2007 صنع في الأردن ونسأل الله أن يكون ذلك إشارة طيبة إن شاء الله أن رمز المصر يعود لنا بإذن الله رب العالمين بعد طبعا ذلك صلاح الدين له رب يعني له كتابة موجودة فوق محراب الجامع القبلي دول فيه صلاح الدين هذا الحدث ما يقول؟ يقول هنا في هذه الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم لحظوا إحنا نذكرين سيدنا عمر الخطاب رضي الله بعض أي نموذج أخذ؟ قرأ بصورة صوت ليش نموذج من داود عليه الصلاة والسلام الآن شوف صلاح الدين بنشرح لكتب صلاح الدين جاء بعد عمر فهو الذي ورث فتح عمر الوصفة فتح الثاني فما المكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى مؤسس عبد الله ووليه نوسف بن أيوب أبو المبفقر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثماث وثمانين وخمسمئة الجوية الأخيرة هاي بلاحظوها جيدا ايش بقول وهو يسأل الله إذاعه شكر هذه النعمة وإجزال حضني من المغفرة والرحمة يعني ايش بقول هنا وهو يسأل الله إذاعه هذه النعمة ايش من وجهها إذاعه أي تنكينه من وجهها من طول سليمان عليه الصلاة والسلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديه فإذا سيدنا عمر رضي الله عنه أخذ منوذج ذاوود الأب فإجي صلاح الدنيا شوف الأدب شوف العلم شوف الظوء شوف الروعة أخذ منوذج الإبن سليمان عليه الصلاة والسلام من ثاتح القادم يا ترى منوذج مي رحي وخير منوذج مي رحي وخير أنا شخصيا أتوقع أنه سيأخذ منوذج النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله أسأل الله صلى الله عليه وسلم نبدأ أنه معنا يشرب بكلنا السطرة على الوقت فقط السطرة المهم أنه الآن بعد أن ختحت بيت المقدس طول فيها طبعا صلاح الدين بعد 6 سنوات من فتح بيت المقدس طبعا أوروبا جفرت حملة صليبية خاصة باسترباء بيت المقدس مرة أخرى فلم تتمكن وكان الأمر على أن صلاح الدين حارض ريتشارد قلب الأسد ولم يتمكن أحدهم من الآخر فكانت الحل النهائي أنه خلص يعني يعني تعالوا نحلها بيننا ونعمل صلح بيننا وخلص فكان صلح الرملة صلح الرملة يعني أمهى الصراع بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد يعني مثل هدى طويلة فبعد 6 أشهر مرحيل لريتشارد قلب الأسد توفي صلاح الدين رحمه الله فتوفي رحمه الله عليه في سنة 589 للهجرة ودفن في دمشط رحمه الله عليه بعد وفاته أبناءه أو أخوته أبناء عمه أبناء أخوته اختلفوا فتشققت البلاد مرة أخرى فتشققت البلاد مرة أخرى وبدأ الضعف يدد في البلاد مرة أخرى معهم الصليبيين موجدين طبعا الصليبيين يحاولون أن يأخذ هذه البقعة حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يستنجد بالصليبيين على أخيه على نعمه على شيء كان مزعج وكانت النتيجة من ذلك أن أحد الملوك الذي هو ابن أخو صلاح الدين اسمه الملك الكامل محمد الملك الكامل محمد كان حاكم نصر وكان أيضا يحكم مدينة القدس سلم القدس إلى الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني سلم القدس بعد صلاح الدين حررها تخيلوا سلمت القدس مرة أخرى للصليبيين على يد الكامل محمد فسلمت القدس وبقي في عيد هؤلاء الناس الصليبيين مدة عشر سنوات حتى جاء الناصر داود كان ملك الكرة في ذلك الوقت وحرر لكن الناصر داود بعد ما حررها سلمها مرة ثانية وفي هذه المرة سلمها غلما معها المسجد الأقصى سلمها للصليبيين فسلم المسجد الأقصى والمدينة بالكامل للصليبيين مدة سنة تقريبا أو سنة ونصف حتى جاه الملك نجم الدين أيوب من مصر اللي هو زوجة مشهورة شجرة الدر وتخرجهم تماما من مدينة القدس وحررها ولم يعد الصليبيون بعد ذلك إلى مدينة القدس في ذلك الزمان ولكنه مات أثناء حملة صليبية خاصة أتت لتعاجم مصر فأثناء وفاته استلمت الأمر من بعده زوجته شجرة الدر أخفت الخبر قادة الجيش بعد ما أخفت خبره قادة جيش المقاومة ثم بعد أن انتصرت ثم بعد أن انتصر المسلمون في المصر أعلنت خبر وفاته وعين ابنه لكن ابنه كان يعني يعني فاشي ما كان قادر وما كان مثل أبو أولا كان شابا صغيرا طايش يعني طايش في القسين فثار عليه الجيش لأنه كان فيه خطر قادم جاي من الشرط في ذلك الوقت نفسه في عهد نجم الدين اليوب جاء خطر خطير كبير جدا من الشرط وهو من هو الخطر المهولي المهولة كتار فقادت الجيش قادت الجيش اجتمعوا وقرروا عزل هذا الملك وعين عز الدين أي ذاك ملكا ثم قتل بعد ذلك ولم يعد في مصر القيادة فاستلم الأمر من بعدهم قطز القاهد مغفر الدين قطز وقطز استلم الحكم وسار بجيش من مصر حتى لقي هو وقاعده يده اليمنى الظاهر بيبرس البندقداري التقوا بالتتام على قرب عين جالوت وعين جالوت هذه قريبة جدا إلى مدينة جنيني يعني مش بعيدة عن القدس كانت القدس على وشك أن تسقط أيضا والتتار أسقطوا العاصمة عاصمة الخلافة بغداد أسقطوها وقتلوا آخر خليفة موجود فتعانكم الله محمد نفسها مارك الله فبالتالي سقطت البغداد وكادت أن تسقط القدس أيضا ولكن معركة عين جالوت أنهت هذا الموجود التتري تماما وانتهى بذلك أيضا مع هذه المعركة انتهى أيضا العصر الأييوبي وبدأ عصر آخر انتدى 250 سنة وهو العصر المملكي بقيادة الممالك الممالك حكموا من مصر وجاءوا برجل آخر واحد يعني قيل آخر واحد باقي من العهد من العائل العباسية من بني العباس وجاء به الملك الظاهر بيترس المملك داري وسلمه الحكم قال له أنت السلمه الخلافة قال له أنت الخليفة لكن ليس شرط أنه تسلم للحكم أنت بس تكون خليفة بس مجرد تملك ولا تحكم مثل ملكة مثل ملكة بريطانيا اليوم تملك ولا تحكم طبعا أخي فاضل تيمور لنك عاد في زمن الماخب مختلف لكنه المهول كانوا في ذلك الزمان قد انتهوا وأسلموا بعد ذلك ولم يعودوا على المغود نفس الذي كان في عهد هلاكه ومن قبله ما اسمه؟ نعم بل اسمه سبحان الله نعم جنكيس خان نعم المهم أنه الآن الآن بدأ العصر المملكي العصر المملكي في مدينة القدس ليس عصرا يعني فيه صراعات شديدة وإنما عصر فيه بلاد كثير بلاد فالأبنية المملكية الموجودة اليوم في القدس لأكثر الأبنية المنتشرة في المدينة ومنها على سبيل المثال هذا السبيل الذي يضع في الصورة وهو سبيل قايتباي الملك قايتباي أحد ملوك الملك الكبار وخلفه أيضا باب القبطانين أيضا بناه الملك محمد ابن قلوون الصالحي وأيضا هنا المدرسة الأشرفية هذا مجسن للمدرسة الأشرفية أو مصور للمدرسة الأشرفية يعني كل الجزء الأمامي فيها هدم والجزء العلوي منها للأسف هدم هذه المدرسة الأشرفية أيضا عمر ببنائها الملك الأشرف قايتباي وغيرها من الأبنية الكثيرة جدا 250 سنة كانت الأمور هادئة جدا في مدينة القدس وهادئة جدا في فلسطين يحكمها الملك بغيوب يعني بشيء بسيط جدا الأشرفية مثبتا من الأشرف قايتباي وليس الأشرف قايتباي الأشرف قايتباي نحسن وأغلب المدارس الموجودة في القدس أغلبها مدارس مملوكية فالقدس اليوم قريبة جدا للقدس المملوكية القدس اللي بنعبحت اليوم هي القدس المملوكية على الأرجح بقيت الأوضاع هكذا وفي المقابل في منطقة نأخذها كفلاشباك ونطلع على الأنادول في الأنادول ظهرت في نفس الفترة دولة حديثة جديدة طلعت في وسط الأنادول هي دولة العثمانيين مثبتا إلى عثمان المؤسس هذه الدولة عثمان الخام وبدأت تتوسع حتى كان أهم إنجاز لها وهو فتح تسطنطينية على يد محمد الثاني السلطان محمد الثاني اللي هو السلطان محمد الفاتح كما سمي بعد ذلك وبالتالي اكتسبوا احترام شديد عند الناس يعني الناس كان يقول العثمانيين هذول هم اللي فتحوا اسطنبولي فتحوا القسطنطينيين طب ليش هي مهمة القسطنطينية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القسطنطينيين ولذلك اعتبرت يعني إنه هذول يعني مش نسعديين في فترة معينة تحديدا أحد الملوك الممالك أخر ملوك الممالك أو قبل الأخير الذي جاء بعض السلطان من الأشرف قايت باي الأشرف قايت باي كان آخر الملوك الأكوية من بعده جاء السلطان الممالكي قانصون هولي قانصون هولي بدأ يعني ب أو كان قد قام بخطأ استراتيجي سياسي سيئ جدا أنه تحالف مع الدولة الصفوية التي ظهرت في ما نعرفه باسم إيران ضد السلطان سليم ياهو السليم السلطان العثماني فياو السليم اعتبر من هذا الأمر فيه إعلان حرب فأعلم الحرب على قانصون هولي وتقدمت قواته حتى وصلت منطقة حمص والتقت بالممالك في معركة الكبرى اسمها معركة مرج ذاك أنهت على قتلها الحكم المملوكي في بلاد الشام كاملة وتقدم حتى وصل القدس فلما دخل مدينة القدس رحب به أهل ما ترحيبا كاملا ليه؟ أولا اشترام يفرض أن هؤلاء العثمانيين هؤلاء اللي فتحوا القسطنطيني هذا رقم واحد رقم اثنين في ذلك الوقت كان قانصون هولي لأجل الحروب كان قد رفع الضرائب على سكان المناطق كلها مناطق الشام فرفع الضرائب فلما جاء سليم الأول نزد الضرائب ألغى كثيرا من الضرائب فالناس طبعا رحبت به وبالتالي دخل العثمانيون إلى القدس طبعا بعد ذلك وصل سليم حتى وصل إلى القاهرة تمدد حتى وصل القاهرة وهزم المالك في معركة الريدانية وجاء بالخليفة العباس الأخير وأجبره على التوقيع على ورقة يتنازل فيها عن الخلافة لمن؟ ليه؟ السلطان سليم فأصبح السلطان سليم خليفة وكما بدأت الخلافة الفاثمانية وبعد وفاة السلطان سليم حكم فقط ثمان سنوات بعده حكم ابنه السلطان سليمان القانوني يعرف اسمهم وسلطان سليمان القانوني واحد من أهم السلاطين الرثماني على الإطلاق بالعلم سليمان القانوني هو أطول حكم على الإطلاق في دولة العثماني لأنه حكم فتة واربعين سنة مش يوم الاثنية ولا ثلاثة فتة واربعين سنة هل أحكم مش عمر حكم وله آثار كثيرة مهمة جدا في القدس أهمها على الإطلاق بناء السور تجديد السور لأنه كان مهدوم السور ورمم هذا السور وبنى فيه أربعة وثلاثين برجا وهو السور القائم حتى اليوم من خمس مئة سنة وحتى ست واربعين سنة وبرج وأبراجه وسوره ما زال موجودة إلى اليوم وله أثر آخر مهم جدا وهو البلاط القاشاني على كبة الصخرة شوف هذا المنظر الجميل جدا شوفين هاي زخارة خير وين هاي بخونا هاي كبة الصخرة من برد شوف الدقة والجمال في الزخرة هاي من برد مش من جوة هذا البلاط اللي شايفينه بالصورة اسمه البلاط القاشاني البلاط القاشاني هذا البلاط القاشاني أمر السلطان سليماني القانوني بأن تكسى به كبة الصخرة من الخارج فأصبح لونها أزرق من الخارج يعني اللون الأزرق هو اللون الذي كساه هو السلطان سليماني القانوني وبدأ حكم طويل في مدينة القدس انتدى أربعمائة سنة حكم يعني ليش يوم من أربعمائة سنة هدوء تام في العصر العثماني في العصر العثماني حتى آخر شيء فترة السلطان عبد الحميد الثاني عندما كانت فترة الضعف قد يعني كان الضعف دب في أوصال الدولة العثمانية حتى مرضت الدولة العثمانية يعني مرضاً شديداً ستنتهي هذه الدولة حاول السلطان عبد الحميد الثاني أن يستمر يعني أن يرفع الدولة حكم حوالي 30 سنة أو 33 سنة تقريباً ولكن القمر كان شديداً عليه وانتهى العمر بعزله رحمه الله نحن نعرف هذه القصة التي جدتك فيها عزله على يد من جمعية الاتحاد والترقي لكن اللي بهمنا وين إنه له إمجاز آخر في القدس فهو أنه أمر بكتابة سورة ياسين على قبة الصخرة من الخارج مرة واحدة بتبدأ من منطقة بتلف مرة واحدة ثم تقف عند نفس المكان فهذه أثار العثماني ما زالت موجودة إلى اليوم لكن بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني تولي الأمره وبعده يجب السلطان محمد الخامس أو محمد رشاد وهذا السلطان هو قبل الأخير وبعده يجب محمد وحيد الدين وعليه خلص انتهت في الدولة في عهد محمد رشاد بدت الحرب العالمية الأولى وكان من الخطأ الفضيع الذي وقع فيه محمد رشاد أنه دخل الحرب العالمية الأولى اللي ما كان لهم أقفوا فيها يد ولا بعير ولا شيء لكنه دخل الحرب العالمية الأولى ودب البريطانيا ودب الخلطاء وكانت النتيجة أن بيلفور كان قد أعطى وعدا لليهود لغوتشيلد بأن يسلمه فلسطين وقما قوميا لليهود مصداقا بقرارات المؤتمر الصوتيومي الأول في باري في سويسا وفي سنة 17 وبعد ذلك هذا اختلام في 12 وبعد هذا الوعد خلال الحرب العالمية الأولى بعد هذا الوعد بشهر تقريبا في وسط شهر 12 تقريبا لا في وسط أواخر شهر 12 من عام 1917 دخل الجنرال البريطاني إدموند أليمي مدينة القدس وحطب خطبة سيئة جدا على دوابة قلعة القدس قال فيها الآن انتهت الحروب الصليبية سبحان الله العظيم هكذا سقطت مدينة القدس بيد البريطانيين وسقطت سلسطين بيد البريطانيين ولكن طبعا صارت الأمة ما فيها قيادة الأمة يعني أبصد الشعب ما فيها قيادة فتولى الأمر مباشرة هذا الرجل الهو مين اللي هو رجائنا اخواننا نقل أخبار بلاش يعني أخونا اللي بحبته عاجل وكذا رجاء الله ما شاء الله يعني معلش ركزوا معنا الله يزب أخ أشرف رجاء ركز معنا أشرف السفل 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 رجاء يعني برك الله إن شاء الله أشرف طيب لولا أن ظهر هذا الرجل اللي أمامنا مش أشرف السفل اللي ظهر الحاج أمين الحسيني طيب إن شاء الله أشرف السفل يحرر المسجد الأقصى قولوا أمين بجمع نسل طيب فالله مستش الله سلسل فالمهم ظهر هذا الرجل العالم الحاج أمين الحسيني رحمة الله الحاج أمين الحسيني رحمة الله عليه كان من الذين قاموا بعمل كبير جدا في قيادة الأمة بعد سقوط يعني خلص ما في قيادات فتولى العلماء استلامها بقيادة الحاج أمين الحسيني رحمة الله عليه والحاج أمين الحسيني هو عم القائد عبد القادر الحسيني بطن المعركة التصطر على فكره هذا الرجل بعد وفاته يعني بعد وفاته في سنة 1974 في منفاه في بيوت وفي مقبرة شهداء صبر وشتيلة المقبرة اللي صار اسمها مقبرة شهداء صبر وشتيلة بعد ذلك رحمة الله عليه الحاج أمين الحسيني بعد وفاته كتبت عنه كثير من الصحور إنه هذا عدو قديم لإسرائيل طبعا اليهود من نسبة لهم هذا الرجل يعتبرونه مثل المجر هدلر يضع صورته حتى جنب هدلر في اختح أي موصوع يهودية وفي حتى جوش بيرتول لايبروري على الإنترنت أو أي جودكا مثلا أي واحد من هذه الموصوعات على اسم أن يستجد صورته مع هدلر لماذا؟ لأن بالإستلاف قام بأشياء كثيرة أخرت قيام دولتهم حتى أني قرأت من أحدهم قال مرة قرأت عن أحدهم ما قرأت لهم السن قال أن لقد أخر أمين الحسيني قيام دولة إسرائيل الخمسين سنة رمم المسجد الأقصى وكثر كل من باع أرضا وهو الأول من نبه لهذه القضايا خطورة القضايا البيع والشراء وبالتالي انتمه الناس ولم يستطع يدود أخذ الأراضي بسهولة وصعبت عليهم مسألة احتلال فلسطين حتى كانت المؤامرة كانت أكبر بكثير مما نتخيل وأكبر بكثير ضد فلسطين وضد المسجد الأقصى حتى عام 1948 عندما قام دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة كما تسمون اليوم دولة إسرائيل وتمكن تنجيش الأردن بقيادة في مدينة الكدس بقيادة القائل عبد الله التالب رحمه الله تمكنوا من الحفاظ على جزء الشرقي من مدينة الكدس سقطت 180% من مدينة الكدس وهو ما نسمى اليوم الجزء الغربي أو الغرب الكدس طبعا نفسهم يقول الكدس الوربي والكدس الشرقي هذا غير صحيف الكدس هناك كدس واحد 82% من كدس سقطت في ذلك الوقت بقيض البقية الصغيرة في يد المسلمين بيد المسلمين بيد الجيش الأردني الجيش العربي الأردني وبقيادة عبد الله التال رحمه الله قائد معركة الكدس وحافظ عليها 19 سنة حتى كانت 1967 عندما حدثت ما تسمى بالمكسة يوم دخل اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك واحتلوا فلسطين واحتلوا أقن الجزء الشرق في المدينة الكدس ودخلوا المسجد الأقصى المبارك وسقطت المدينة بالكامل وسقط مسجدنا بيد الاحتلال الصغير حتى اليوم ومنذ ذلك الوقت يعاني المسجد الأقصى مبارك في عام 1969 بعد سنتين فقط من احتلال شرق الكدس أحرق الجامع القبلي على يد مستوطن صغيومي أستراني هذا هو هذا المستوطن اسمه بينيس مايكل روغان بينيس مايكل روغان أحرق الجامع القبلي في حريط المقصى المشهور وأحرق منبر المدين محمود وبقيت الكدس تعاني حتى يومنا الحاضر هكذا لا أقول يمتهي التاريخ لا هكذا نصل إلى أيام في التاريخ بقية التاريخ قريبا القدس ستكون قريبا بأيدي أبنائكم قطع قطعا ليس بأيدي أبنائكم بل بأيدي كم سنحلق القدس سماعا بإذن الله رب العالمين وسنجعلها حرة كريمة بإذن الله رب العالمين وأسأل الله لكم التوفيق والتسير والبركة والحمد الله رب العالمين ساعت بالضبط الحمد لله رب العالمين بارك الله وفعل فيكم الآن سأفتح المجال للأسئلة طبعا سأفتح المجال للأسئلة أنا أرض أن يكون الأسئلة بقدر الإمكان مختصة لحيث أن نفتح المجال لأكثر عدد ممكن للناس أن يسأل فمن لدي سؤال فليتفضل بإذن الله لكم إن شاء الله سويا نهدأ نهدأ شوء أسأل عبد الحال طيب أخوانا بس نقف شوي عن كلمة درات الله فيكم والله شكرا لكم جميعا طيب طيب بس عشان ما تروحش الأسئلة أخونا بقول سأحاول نجيب عن جميع الأسئلة شاء الله يوش عدنون ما هو دوره لا المسجد لقصة بعد كم سنة بعد بعد المسجد الأقصى بعد المسجد الأهل الحرام بأربعين سنة بأربعين سنة طيب ما هو كمان بسم الله أكبر تتكبر ما هو يعني لو تتكبر بس على قليل نعم طيب ما هو أزنير والله نعم يوش بن نون ما دوره في دخول فلسطين هذه رواية موجودة عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعرضاه وهي تقول أنه يوش بن نون هو الذي قاد بني إسرائيل إلى داخلي في إسرائيل وهذه الرواية موجودة إضافة الدورة هل يمكن أن أسأل الآن عن العلو تفضل أخي عامر العلو هناك أربع أراب في موضوع العلو وغيره هناك رأي يقول أن العلو الأول والثاني طب انتهيان العلو في عهد نبو خب مصر العلو الثاني في عد الرومان والتهيان خلاص وما نشهد اليوم من باب عدتهم عمه وهذا رأي الدكتور يسقي قراظاني وغيره وأرأي علماء الإسلام القدرة كلهم لما كان يتخيل لما يحدث اليوم وهناك رأي رابع سمعته مؤخرا وهو أن هذا العلو هو علو الأول وهما العلو الثاني فهو النبي سيكون في عهد البجال وهذا الرأي سمعته من الدكتور طارق صدام وبالتالي ما هو رأي رأي أنا في الموضوع أتوقف في ذلك لا يوجد أي لليل إطلاقا قطعت وأن معلش ما ما حد يعني غير الصور رجاء ما لا يتحكم باللوحات والإخوة المسؤولين بارك لكم طبعا أنا لا أقرأ إليه في اللي تحت أم لسه في الأسل اللي فوق عمين أنا صالح إن تبلش التمييز اللي كونان عربي وهذا إسرائيلي السؤال غير واضح أخي لا فاهم اسم المستوطن الذي حرق المسجد جينيس مارتين رون الفترة بين انتهاء الحكم الرثماني والاحتلال الصهرين في القدس مع وضع القدس في تلك التراث كما قلوا انتهاء الحكم الرثماني في القدس سنة 17 من 17 ل 48 وحت 30 سنة كانت تحت الحكم البريطاني من 48 إلى 67 تحت الحكم الأردني من 67 حتى اليوم تحت الحكم الصهيوني واضح؟ طيب من عند أخر من مشعار فنزل معنا هل توفي الحجم الحسيني أم استشهد مشرف يسأل هو توفي في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت رحمه الكل يعرف من المسجد الأقصى ومن النبي صاصم المسلم في فلسطين في ذلك الزمن لم تكن في المسلمين ومن تكن فيها مسجد بكافية قلنا أخي محمد يوسف مزال هذا الكلام يدل على أن مفهوم المسجد الأقصى عن ذلك واضح المسجد الأقصى هو كل المساحة التي يدول حولها السور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساحة كانت موجودة وكانت أطلال السور موجودة جميعين وبالتالي كان مسجدا عمر الخطاب بنى الجامع القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك أرجو أن تكون وضفة موريا ما هي هي هضوغة بيس المقدس صلاح الدين هو من قسم البلاد ووردها لأولاده ما مدى صاحب ذلك؟ نعم صحيح متى سيئة التحرير حسب تنطعاتك أقل بعشر سنوات إن شاء الله أصد شاء الله من اليوم بعد نجاح الحملات الصليبية ما هي ثلاثة المواقبة التي أقاموها؟ إمارة أنتاكيا إمارة طرابلس إمارة الروهة أما مملكة بيت المقلس هناك الكثير من يطلق اسم إيليا على مطاعمهم ومحلاتهم هل يصح هذا؟ نعم يصح ما في مشكلة هل تنصح بكتب تلخص هذا التاريخ؟ نعم هناك كتاب المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى وهذا كتاب هو الذي أنصح به لإفتراءة هذه المادة هناك أيضا كتاب جميل يمكن استفادة منه هو كتاب الطريق إلى القدس للدكتور محسن صالح يمكن استفادة منه جيدا وهناك كتاب دراسات منهجية في القضية الفلسطينية للدكتور محسن صالح أيضا مين كمان عنده أي مناس الأخرى؟ لأي زمن تعود حدود البلدة القديمة في القدس؟ هل تتشابه مع الحدود القديمة كما في خريطة نادبة؟ الزمن قديم جدا حدود البلدة القديمة في القدس ولكن الفدود التي نعرفها اليوم هي قريبة جدا للعهد الصليبي أو الفاطني محمد يوزر بنزال تكلمت عن الإسرائيليات ورفضك بأن كلم تابه لكن النبي صلى الله عليه قال في مسلم الإيمان أحمد تحذركم هل تتكلم ومصدقه ومريد كذبه طيب يا سيكون أنا لا أصدقه منتهج القبيلة فبالتالي لا أخذ كلامهم كلامهم منتافق كلامهم منفارق كلامهم غيرهم مصدوك غيرهم منطقي إطلاقا خاصة لما يجوا يحكوا لي أنه كان واحد يحمل اثنين حطهم على كتافه ومش عارف إيه هذا كلام غير دقيق لسبب أنه عندنا قبور فتحت وإكتشفت هياك العظمية من تلك الفترة منافع عادي طبيعيا زينا بي بالتالي أنا لا أخذ كلام غير الإسرائيل لا أخذ كلام الإسرائيليات فمعنى لا تصدقوه ولا تكذبوهم لا تصدقوه ولا أكذبوهم لأخذ كلامهم وهنا يعجبني رأي موجود يعني أحد البسات إذا الكرام دكتو عمي موفم يقول يقول طبعا لا أخذوا تطرف يعني في عنده بعض الشدة في الموضوع لا أخذ بها لكن في عنده نقطة مهمة جدا دكتو إيش دكتو إذا كان يوافق القرآن إذا كلام البن الإسرائيلية لا إسرائيلية توافق القرآن فأنا القرآن بن بنيني عنهم إذا تخالف القرآن فبالتالي أرفضها إذا سكت عنها القرآن فأنا مش محتاجها كل بساطة ممكن توصيش سريع لفدود القدس أي قدس تقصد البلد القديم وإذا القدس الكبير أو الإنشق الضبط أنا مش راضح معلش لماذا سمي بالأقصى لأنه الأبعد عن المسجدين الحرام والنبوي كنت بجي أتكلم عن دور الضابة التي كان رفض مشاركة الموضوع مش واضح عندما فتح داود عليه الصلاة والسلام القدس كانت بيدي من قبل فتحها بيدي سكانها العرب الأصليين لكنهم كانوا على الكفر في ذلك المدخل إلى المسجد الأقصى لماذا؟ إلك طيب إن تدخل وكتب المدخل إلى دراسة النسجد الأقصى مبارك فيظهر كالكتاب في سورة الإسراء بكرون النسجد الأقصى ماذا كان وضع النسجد الأقصى كلها يعني مع المكان يعني ذكرنا إيش هو تحديدا الجبل الإسم الثاني لجبل المكبر للعرب في سورة الإسراء نعم ذكرنا هذا السؤال هل كان المغاربة دوت في حماية المسجد الأقصى؟ طبعا ولذلك أوقف عليهم الأفضل علي ابن صلاح الدين هوقف عليهم حارة كامل اسم حارة المغاربة كان فيه 135 بيت وثلاث مساجد ومدرسة وهذه كلها هدمت أصوية في الأرض في عام العاوستين بعد الاحتلال الصموني مباشرة بثلاث أيام قد سمت قد سمت أنه يضبط يعني يلذب النص القرآني على الإسرائيلية عشان تضبط معها وبالتالي يجي صار لكم مثلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر عند التوراة تقول بني إسرائيل الإسرائيلات تقول إنه اسم إبراهيم بن كارح فإيش صار يقول آه لا معناه لأبيه آذر مش أبو آذر آذر كان عمه أما اسمه إبراهيم بن كارح لأن الإسرائيليات تقول ابن كارح في سبتين داهي الإسرائيليات لا يعمل اسم إبراهيم بن كارح القرآن يقول أبو اسم آذر كيف يجي يقول إنه لا هو مش أبو هو عمه بس كان لأنه رباه ومش عارف إيه ليش كنه عشان الإسرائيليات قالت إنه إبراهيم بن كارح برميها ورا الضغري في سبتين داهي كلام بني إسرائيلي شو يعني وبالتالي لا أقبل هذا الكلام لأنه يناقض القرآن تماما أما ما باج أنا أطوع النص القرآني ويعني بل يعنق النص بناء على الإسرائيليات هذا هو ما أتكلم عنه الله يخبركم شوالله رسم توضيحي لحزود القدس الحالية والمسجد لأقصى هل تعتقد أن المسجد الأقصى سيهدم وأن هذا موجود في التاريخ هذا الأخي أش ألا شاهيم شاهيم أكثر سؤال يستفزني لماذا المسجد الأقصى مشكلته رئيسية ليست الهدن ليست الهدن مشكلة المسجد الأقصى هي الاحتلال وبس وبالتالي هل تعتقد كذا إذا قلت لك لا بعض الناس مش أنت يعني بعض الناس يأتي بقول آه الحمد لله إذن الدنيا بخير الأقصى ليست بخير الأقصى مفتل وهذه حد ذاتها كاري هل كان يوجد تمليكي الأرض في القدس في عهده عثمانيين نعم لأنها كانت وقف إسلامي لا القدس ليست كلها وقفة إسلامية القدس ليست بالكامل وقفة إسلامية هناك كثير من الأوقع فيها وبالتالي لا نقول إنه والله هي كلها وقفة إسلامية واضح نحن بكمان مشكلة الأقصى الاحتلال والتحويل نحن الشباب المسلم من نصرة المسجد الأقصى من نصرة القبية في السنور تحت المسجد الأقصى لأن المصر وانت تدري آه يا مصر آه آه عبد الرحمن راضح آه هذه الآه بتبين لك إيش نصيف آه آه يا رب مصر إخواننا مصر إخواننا وعيكم يعني بدنا تدكم يعني الحل عندكم إنه تهدأ أموركم وما بعد ذلك إن شاء الله زي الأمور خير إن شاء الله ونهو خير الله يترجعكم سؤال عن نجمة داود هل هي من المعالم الإسلامية؟ نعم هل كان استخدمها صلاح الدين في المعاملة؟ نعم كانت في العملات وفي الزخارف موجودة شرحها الشيخ الشعرون من ناحية لغوية أبوه ليس آزر إخواننا الكرآن واضح يقول لأبيه آزر يعني الشيخ رحمة الله عليه مع كل محبة للشيخ الشعرون أنا أستنفع يعني مع الشيخ الشعرون جدا مع كل احترام ما تصير كل المفسرون الذين قالوا إن إبراهيم أبوه اسمه ليس آذر وأنه هذا عمه مش أبوه كله معتمد اعتمادا كاملا على رواية الإسرائيليات بأنه إبراهيم اسمه إبراهيم ابن تارح وأنا الآن أتحدى تحدي الجنين الدنيا كلها أتحداهم إن الجبولي نص عن حبيث النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن يقول إن إبراهيم عليه الصلى الله عليه وسلم اسم أبوه تارح وليس آذر لا يا حبيث اسمه آذر إبراهيم ابن آذر نص القرآن واضح لا مجال فيه بالتعليف ولئني أخذ النص وأحاول أوله حتى أطلع من مشكلة حتى أطلع من مشكلة مخالفة النص القرآن واضح طيب أنا أضطر طعب قليل لأنه مغادرة لأنه الجامعة عندي رح تتسكر فبالتالي سأضطر للنغادرة حتى يعني ما أنا أكتر هنا نهائيا هل هناك أي سؤال عقل إخواننا أنا لما أتكلم بهذا الشدة على موضوع لسؤاليات فهي مش أنا زعنا منها أنا أبدا يعني بلاش كثير من حتى أنا زعناها فلا القضية بالنسبة لنا هي قضية تركيز على منهج إخواننا بدناش إيام بدناش إيام خاصة أنه في زمن ما وصل الأمر إلى أن مطوع النص القرآني ومطوع النص الواضح إلى أن عشان الإسرائيليات قالت كذا أنا أرى الحط لا مش دقيق نبس واضح لا يستحق أشرف تفضل سؤالك يا خي إخوان تقول اسمي الكتب مش عقري أي كتب هل كانت مشكلة بقامة الأوردى منبر المصلة للحركة الصهيرة بشكل الخلق طبعا ما كان بالمشكلة لكن كانت فكرة جميلة عند الأردن أنه يريد أن نعيد المنبر منبر موردين بنفس شكله وبنفس الخامات وبنفس الأسلوب أيضا وليس فيه أي مسمار للعلم للعلم لأنه ما في أي مسمار مصنوع ومثل التركيب مع بعض الأسلوب التعشيق وليس فيه نسمة فهذه كانت شيء جميل جدا وعمل جميل جدا من الأوردن وانتجاه هذا المنبر في جامعة البلقاء التطبيقية لتحال هذا الشرع كيف نتواصل معك على الفيسبوك موظوظ صفحتي على الفيسبوك أهل المسهل ومرحبا بكم في إجراء إن شاء الله الكتب التي ذكرتها كتاب المدخل إلى دراسة المسل بأقصى مبارك كتاب دراسات منهجية في القضية الفلسطينية محمد محسن صالح كتاب الطريق إلى القدس محسن محمد صالح وليس محمد محسن محسن محمد صالح دكتور محسن